صلاة القيام يا سلام وقف الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ألف لامين ذلك الكثاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أرصائهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في ضغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يرسرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آبانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد الضرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتخون الذي جعل لكم الأرض فراشا وسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دور الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحبارة عدت من كافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الضماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تبدون فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو الثواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وجذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خائدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فرهبون وأمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمان قليلا وإياي فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرافعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقنون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون فإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتقادكم العجل فتوبوا إلى باريكم فقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو الدواب الرئيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من ضيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قل لدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين أبدن الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ كسقى موسى لقومه فقل نطرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه اثنتى عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا دعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصفر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقتارها وفومها وعدسها وبصلها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا نصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بغطب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميزاقكم ورفعنا خوقكم الطور خدوا ما آتيناكم بقوة والكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا خضوا الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعونا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارق ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دعونا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفرار فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعونا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا فإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا دلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاتارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا غير بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما ينسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا الناه إلا أياما معدولة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلط الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلا من كتب زيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعمدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليدامى والمساكين وكولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم بإلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تشفكون جماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقربتم وأنتم تشهدون ثم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان وإن يأدوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتممون ببعض الكتاب وتكون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا ينكذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بكسا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من رباده فباءوا برضب على غربه وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا مؤمنوا بما أنزل علينا ويغفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى قلبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم غالبون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خلوا ما آتيناكم بضوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالوالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشرفوا يود أحدهم له عمروا الفسنة وما هو بمزحده من العذاب أن يعمر والله بصيرهم بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نسله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وهدى وبصرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ونقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يقفوا بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا منه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عناب الله مصدقوا لما معهم مصدقوا لما معهم فذفريق من الذين أودوا الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء بغورهم كأنهم لا يعلمون فاتبعوا ما تجل الشياطين على ملك سليمان وما كفى سليمان ولكن الشياطين كفوا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحدهم حتى يقولا إنما نحن فثنتهم فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لما اشتواه ما له في الآخرة من خلاقه ولبس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا اتقوا لما تورجوا من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا واعنا وقولوا نظونا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي الخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من وليه ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدأ الكفر بالإيمان فقد ضل سواها السبيل وابتكفر من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا كفارا حسبا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير لتجبوا عند الله إن الله بما تعملون وصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا ذلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وبهو لله وهو محسن وهو محسن فله آجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظن من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرامها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له طاندون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عليك اليهود ولا النظرى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وليه ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يقفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني صائل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسكم عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بدل إبراهيم ربه بكلمات فأثمهم قال إني جاهلك للناس إماما قال ومن لريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتقذوا من مقام إبراهيم نصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا فلدا آمنا ورجق أهله من الثمرات من آمن من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمدعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإسماعيل ربنا تطبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا منازكنا وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رجولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له أبو أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أنت لاتم شهداء الحضر يعقوب الموت فقال لبنيه ما تعملون من بعده قالوا نعمل إلهك وإله بائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فقالوا خلوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشيكين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والعقوب والأسحاط والأسحاط وما أوتي الموسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتوا به فقد اهتدوا وإن أدعلوا فإنما هم في شقاب فسأكفيكهم الله وهو السمير العليم صدقة الله ومن أحسن من الله صدر ونحن له عابدون قل لتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسحاط كانوا هدى أو نصارى قل أنتم أعلم عن الله ومن أعلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت فها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قائم والتي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسقا لتكونوا شهداها على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسول من من يوقرب على عقبه فإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله من ناس قرهوك رحيم قد نرى تقلب وجهك بالسماء فلنولينك قبلة فرضاها فولي وجهك شطر البسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر فإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون فلئن أجيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعقهم بتابع قبلتا بعض ولئن اتبعت هواهم من بعد ما جاءت من الغل إن شئدا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعيثونهم كما يعيثون أبناءهم فإن فيقا منهم لا يفهمون الحق لهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين بيكن من وجهة هو موليها فالسريط الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فمن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لا الحق من رب فما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر لألا يكون للناس عليكم حدث إلا الذين ولموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني وليتبوا نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يدلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والفكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ويا تقولوا إما يقتلوا في سبيل الله أبوات فالنحناء ولكن لا تشعون ولننغنكم بشيء من الخوف والجوع ولقص من الأموال والأنفس والتبوات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربه الرحمة وأولئك هون مهددون إن الصفى والبرد من شعائر إلا فمن حج البيت أو اعتم رفاجنا عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله نشاكر عليم إن الذين يكفرون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعينون إن الذين تابوا وأصبحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم على التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائك والناس يجمعين طالبين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينضرون وإله كن إله واحدا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله إلى السماء إما إن فأحيانه الأرض بعد موتها ومث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخل بين السماء والأرض لا يأتي لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يعلمون برون العذاب أن القبة لله جميعا وأن الله شديد عذاب كذب رأى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأهم عذاب وتقطعت لهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لأن أنا كرة فنتبرى منهم كما تبروا منا أبارك يريد الله أعمالهم حساة عليهم وما من بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا منا في الأرض حلايا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدود مبين إنما يأبركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفيلى عليه أبا أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعط بما لا يسبع إلا دعاء ونداء هم بكر عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا منه قيبات ما رزقناكم واشكروا لنا إن كنتم إياه تعبطون إنما حرم عليكم البيت تودم ونحمى الانزير وما أرهي النبي والإلا فمعقوا وغير ماغ ولا عاد فلا إفن عليه إن الله رفور رحيم إن الذين يخلون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمدا قليلا ويشترون به ثمدا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتعوا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب نفي شقاق بعيد ليس المرأ أنت والهدوه تنقل المسرق والمغرب ولكن المرأ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي والملائكة والكتاب والنبي وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموضون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين المأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصص في القتلى الحر بالحر والعمل بالعمل والأنثى بالأنثى فمن عهي له من أخي شيء فاتفار بالمعروف وأداء إليه بحسان ذلك تخفيكم من ربكم ورحمة أمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة النياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن تاك خير للوفية للوائدين والأقربين من معه بحقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما يثبه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من نوس جافا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفر رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لأنكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سبل فحدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فرية طعام رسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصو خير لكم إن كنتم تعلمون جهر رمضان الذي أنزل فيه طوالا للناس وبينات من الهدى والقرقان فمن شهد منكم الشهرة اليصم فمن كان مريضا أو على سبل فعدة من أيام أخر يريد الله بكل يسر ولا يريد بكل يسر ويتكبروا لك ويتكبروا الله على ما هداكم ويتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشهون وإذا سأت عفادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدار إذا دعان أن يستجيبوا لي ويغمروا بي لعنهم يرشدون وإن لكم ليلة الصيام رفد إلى رسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم تلكم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن ومتبوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لما دموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكتون في المساجد ولا تأكلوا أنوالكم من يكن بالباطل وتدلوها إلى الحكام تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإذن وأنكم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ومن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعددوا إن الله لا يحب المعتدين فقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن مقاتلوكم فقتلوهم كبالك الزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الذير إلا فإن انتهوا فلا عدوا إلا على الظالمين الشهر الحرام من الشهر الحوام والحرمات قصاص فما اعتذى عليكم فاعتدوا عليه بمثم ما اعتدى عليكم ودقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين فأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأسموا الحج والعمرة لله فإن أحصبكم فما السيسر من الهد ولا تحلقوا روسكم حتى يدلوا الهدي معهلا فمن كان منكم مريضا أو بيئا من رأسه ففرية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أملتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيسر من الهد فمن لم يجب صيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا وجعتم إلت عشر كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحوام واتقوا الله واعلموا أن الله نشريد الرقاب الحج أشهر معلومات فمن ترطيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدالة الحج وما تفعلوا من خير إن يعلمه الله فتسودوا فإن خير الزالب تقوى واتقوا لي يا أولي الأنباب ليس عليكم جناح أن تبتعوا فضلا من ربكم فإذا أفقكم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لبيضطان ثم أفضوا من حيث أفضى الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله أذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا لفن عليه ومن تأخر فلا لفن عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجب فقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الفصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس النهاد ومن الناس من يشري نفسه بفضاء مرضاة الله والله ربوث بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا فطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينفرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمان والملائكة وقضي الأمو إلى الله ترجعوا الأمو سلمي إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين فقوا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمن والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة الله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله من نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحط ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتقوا مثل الذين قالوا من قبلكم مستهم البساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قلنا أن فضل من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمسادي وليسرين وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم اتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والنسجد الحرام والنسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من الغفل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يغتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حرطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك لرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاماء الإصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمد مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتهم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحير قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحير ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عظة لأيمالكم أنتبغوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سنيع عليم لا يؤاخذكم الله للغو في أيمالكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حرين للذين يقلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن في أنفسهن ثلاثة أروا ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولا هن مثل الذي عليهم بالمعروف والرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم القالمون فإن قلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكه زوجا غيره فإن قلقها فلا جناح عليهما أن يتواجعا إن ظنى أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا قلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سلحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا وابكروا نعنة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعبكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا قلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعظلوهن أن ينفحن أزواجهن إذا تراغوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزدى لكم وأخهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوابثات يرقعن أولادهن حولي كاملين لمن أراد أن يتم الوضعه وعلى المولود له رزقهن وبسوتهن بالمعروف لا تقلب نفس إلا وسعها لا تقار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عنه تراغ منهما وبشاود فلا جناح عليما وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهن يتربصن لأنفسهن أربعة أشهر وعشران فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبيل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن ولكن لا تواعدوهن سبرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبرغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا تناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفررونهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المفسنين وإن طلقتموهن من قدر أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضا وقد فردتم لهن فريضا فنسف ما فردتم إلا أن يعفوهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بسيء حافظوا على الصلوات والصلاة وسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فبجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأسواجهم متاعا إلى الحوض غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعهم ذي المعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تغير الذين خرجوا من ديائهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقادلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ذيائنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا خليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتس عثا من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسقة في العين والجسم فالله يؤتي ملكا من يشاء والله واسع عليم وقال لهم النبيهم إن آية ملئه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية وبقية مما تعد آل موسى وآل هارون تحمده الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شئب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف قوبة بيده فشئبوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما فرزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا تفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو خضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلته ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحل القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرار في الدين قد تبذل الرشد من الغني فمن يكفر بالطابوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطابوة يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميه قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنا يحييها به الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرافك لم يتسن وانظر إلى حمادك ومنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف انشزها ثم نكسوها لحما فأما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أيني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمنه قال بلى ولكن ليقمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعون يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة مئة حبة والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفوة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر فمثلوا كمثل صفوان عليه كراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت فكنا ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير أيرد وحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في بنار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمئوا فيه واعلموا أن الله غري حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله آسع عليم يؤدي الحكمة من يشاء ومن يؤدي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا كل الألباب وما أنفقت من نفقة أو نفقت من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبقوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتراء وبه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تغلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس للحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البنع مثل الربا وأحلى الله البيع وحرم الربا فمن جاه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن كبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ملسوة وأن تخدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تغفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تجاينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملم الذي عليه الحق وليدق الله ربه ولا يبقى سمنه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملم وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجوا ومراتان ممن ترضون من الشهداء أن تقل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى شهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا تردابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاذب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوكم بكم ودقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجلوا كاذبا فريان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدن الذي اكتمن أمانته وليتق الله ربا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسوا كما حملته على الذين من قبرنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر يعني الله لمن حمد ربنا ولا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الثورة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محتمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفثنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزر قلوبنا بعد إذا بيتنا وهاد لنا من لدنك رحمة إنك أند الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم اللي غير فيه إن الله لا يخلف الميراد إن الذين كفروا لن تؤني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كجهب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العطاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقدى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله الأيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشاوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الذهر والفرة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك مداع الحياة الدنيا والله عنده حسن المهاب قل أو نبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا للذين اتقوا عند ربهم جناد تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مقهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أودوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حابتوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أودوا الكتاب والأمهين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله رصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا ينترسنا النار إلا أياما معدودة وضرهم في دينهم ما كانوا يختارون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا غيب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تغتل الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تونج الليل في النهار وتونج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقام ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تغفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلنه الله ويعلن ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرقا فتقبل مني إنك أنت السميع عليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن نادك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع التعاب فنادته الملائكة وهو قائم يصني في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن لا يكون لي غلام وقد بلغي الكبر ومرأتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعلني آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وستح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجديه واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت ذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والدوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتدوا الله وأطيعوا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتكبنا مع الشاهدين ومكر ومكر الله والله خير الماكرين كذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعروا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيام ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتروه عليك من الآيات والذكي الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من دواب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من المنكرين فمن حدك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكالبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من طول الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراريا ولكن كان حريفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس في إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بغنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينا لله يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلون أنسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤديه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخلوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون وإذ أخذ الله من ثنق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال أشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرهوا وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والعقوب والأسفاق وما أوتي نوسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبدأ غير الإسلام دينا فإن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما تفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يمتل قوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قائدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينطرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصبحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين تنتلالوا البر حتى تنفقوا مما تحقون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعان كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل خدق الله فاتبعوا منذ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببجة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بيناة مقام إبراهيم ومن دخذه كان آمنا ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحق لله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على جفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفرحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فنوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق والله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنكم خير أمة أفرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى فإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الدلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكاف ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فليكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالقون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر أصابت حرص قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يحلونكم خبالا وابدوا ما أعندتم قد بدت البلطاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعفلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله فإذا نقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسرهم فإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذا دوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد الاتدان والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكفتهم فينطلبوا فائدين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعفا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاطمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قدخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهموا ولا تحسنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسستم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد وعيتموه وعنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يطر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤده منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤده منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكالوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتافر الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين فلله مولاكم وهو خير الناصرين سنوقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله عده إذ حسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبجليكم ولقد عفى عنكم والله هو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تنون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأسابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد غم أمنة النعاسي يرشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ون الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لغرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضافعهم وليبثني الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدو إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عف الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كان الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا بزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضغا غليظا القلب لنفطوا من حولك آف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصوكم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصوكم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعد فيهم رسولا من أنفسهم يتنو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعنا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواثا بل أحياء عناد ربهم يرزقون فلحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشعون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خارف عليهم ولا هم يحزنون يستبشعون بنعمة من الله وفضل وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجعبوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وطالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فواقلموا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا إضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزن كالذين يسارعون في الكهر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حرا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسب أن الذين كفروا أننا نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إكماء ولهم عذاب مهيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسب أن الذين يبغلون بما آتاهم الله من فضله بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطلقون ما بخلوا به يوم الغيامة ولله انهرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحقيق ذلك بما قدمت حقيقكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى حتى يأثينا بقبال لتأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين فإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزغي والكتاب المنير قل نفس ذائق دلمات وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن سحزح عن النار وعودوا إلى الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الروم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا ومن الذين أشرفوا أذن كثيرا وإن تصفروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن أخذ الله ميثاقا الذين بودوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء أمورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبث ما يشترون لا تحسبن الذين يطرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وإلا هم ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيتا وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي النادي للإيمان أن آمموا بربكم فآمنا ربنا فاغذر لنا ذنوبنا وكفر عنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على أسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو فا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من بيادهم وأوزوا في سبيلي وقاتلوا وقاتلوا وقدلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يضر أنك تطلب الذين كفروا في البلاد متاع خليل ثم منواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون لآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سجع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر صنع الله لمن الحميد ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اتقوا ربهم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وفت منهما رجالا كثيرا ونساءا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا وإن كفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنى وثلاثة وارباع فإن كفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ألنا ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهم نحلة فإذا يضرعكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تأكلوا أموالهم التي جعل الله لكم قياما ووزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا نعوفا وابتلوا ليتامى حتى إذا بلغوا مكاح فإن آنستم منهم مجدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعوف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال مصيب منا ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أوكذر مصيبا مفروضا وإذا حمر الكسمة أولي القبى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا نعروفا وليخشى الذين لود ربوا من خلبهم ذريتا ضعافا ذريتا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بذونه النار وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوقت نسين فلهن فرها ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص وجاء بويه لكل واحد منهما السلس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وويثه أبواه فلأمه الثلس فإن كان له إخوة فلأمه السلس من بعد وصية يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أخرب لكم نفعا خريطا من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أودين ولهم الربع مما ترككم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترككم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورد كالتا أو امرأة وله أخ أو أخ وله أخ أو أخ فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الطلب من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يأس الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والذي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أو بعدا منكم فإن يجهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فألوهما فإن دابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من طيب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست الدوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفاء أولئك أعددنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآشعوهن بالمعروف فإن كرهتموهن فأساء لا تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج وكان زوج وآتيتم إخلاهن كرطارا فلا تأخذون منه شيئا أتأخذونه بهدانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أطبأ بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غريرا ولا تنكحوا ما لكه آباؤكم من النساء إلا ما قد ساله إنه كان فاحشة ومضدا وساء سبيلا حلمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأماتكم التي أوضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمات نسائكم وربائركم التي التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلائر أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلب إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وإلا لكم أن تبتعوا بأموالكم محصنين محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن وجوهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينقح المحصنات المؤمنات فمما ماتت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانقحوهن بإذن أهلهن وآتوهن وجوهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخدات أقدان فإذا أحصن فإن أسير بفاحشة فعليهن يسفن على المحصنات من العذاب ذلك لمن حشيا العاد منكم وأن تصفروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عميم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وقلق الإنسان ضريفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيقوا بالباطل إلا أن تكون دجارة عنك راضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوالا وظلما فسوف نخليه نارا فكان ذلك على الله يسيرا إن تجدنوا كبائر ما كنهون عنه نكذف عنكم سيئاتكم وندخلكم مدقلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض للرجال يصير من مكتسب وللنساء يصير من مكتسب واسألوا الله من فضمه إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواري من أفوت الواردان والفقافون والنذين عقدت حيمانكم فآتوا نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوارون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموارهم الصالحات قالتاكم حافظات للغيب بما حفظ الله والذي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجوهن في المضاجع وقيموهن فإن أطعنكم فلا تنقوا عليهم سبيلا إن الله كان علييا كبيرا وإن فحوا شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا يصلاحا وفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبدوا الله ولا تشركوا فيه شيئا ومن والدين إحسانا ومن القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والدار الجرب والصائب من جنب ومن السبيل وما مركت حيما لكم إن الله لا يحب من كان مختالا فقوى الذين يلخلون ويأرون الناس من المخر ويكترون ما آتاهم الله من فضنه ويعتدى للكافرين عذابا نهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قليلا فساء قليلا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما عزقه بالله وكان الله بهم عليما إن الله لا يطل من طال بره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدله أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بتعلى هؤلاء شهيدا يومئذ يوتوا الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكلمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تضعوا الصلاة وأنتم ذكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا فإن كنتم مرضى أو على سفل أو جاء فمنكم من الغائط أو لا مسل أو لا مسل النساء فلم تجدوا ما أنك تنمروا صعيدا وقريبا فامسحوا بوجودكم وعيديكم إن الله كان عقواً وفورا ألم ترين الذين أتون صيبا من الكتاب يشعرون الغلالة ويريدون أن تضروا السبيل والله أعلم بأعدائكم فكفى بالله وإنه وتفى بالله نطيرا إن الذين هادوا أدفون الكلمة عن مواضره ويقولون سمعنا وعطينا واسمع ويرمسلعون ورعنا بأنسرة وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانضرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن نعلم الله بكفرهم ولكن نعلم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أتوا الكتاب آمنوا إما يزلنا مخبطا لما معكم من قبل أن نطرس وجوها فنردها على أجبارها فنردها على أجبارها أو ننعنهم كما لعنا أصحاب السبب وكال أمر الله مثلولا إن الله لا يغفر أن يفرق به ويغفر ما كون ذلك لمن يشاء فمن يشرق لله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يسكون أنفسهم فإن الله يسكي من يشاء ولا يقلمون فتيلا انظر كيف يفتعون على الله الكذب وكفى به إثما مبيلا ألم تر إلى الذين أتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبس والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهداف من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين نعلم الله ومن يمع الله فلأن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسنون الناس على ما أتاب الله من فضله فقد آتينا آل إلراهيم الكتاب والفكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف يفليهم نارا كلما نضجت جلودهم كلما نضجت جلودهم بذلناهم جنونا خيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعنوا خالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأمار خايتين فيها أبدا فهم فيها أسواق مطهعة ويذكرهم ضلا ضليلا إن الله يأمرهم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لإما يعبطون جه إن الله كان سميعا بصيرا يا بيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأروا من أمر منكم فإن تناسرتم في شيء تردوا من الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأميلا ألم ترين الذين يفعون أنهم آمنوا بما أنسل إليك وما أنسل من قبلك يريدون أن يتحاكموا بالطاروث وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم طلالا ببيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وأيج المنافقين وأيج المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصارتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا ليحركون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نائك النبي يعلم الله ما في ذنوبهم فأعرف عنهم وعرفهم وكلهم في أنفسهم قولا بريغا وما أرسلنا من رسول إلا لقوع بإذن الله ولو أنهم جروا لم أنفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شدوا بينهم ثم لا يجبوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلو أنا كتبنا عليهم أرقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما نوعظون به لكان خيرا له وأشد تذبيتا فإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما وهديناهم سراطا مستقيما ومن يطعر الله والرسول فأولئك فعن نبينا عن الله عليهم من النبيين والصديقين والشبهاء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بانك التضيء من الله وكفى بالله عليما يا أيها النبينا آمنوا أخذوا حكركم انفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابتوا فضهم من الله ليقول أن أهل لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليسني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فاليقاتل في سبيل الله الذين يشعون الحياة الدنيا من آخرة وبين يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضافين من الرجال والنساء والولدان والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لذنك وليا واجعلنا من لذنك يصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين يكفروا يقاتلون في سبيل القاموس وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان رعيبا فلم ترهن النبي قيل لهم كفوا أيضا وقيموا الصلاة وآكلوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أجد خشية فقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قليلا فل نتاعكم يا قليل أم آفرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيرا عندما تكونوا يضرقكم الموت ولو كنتم في بروض مشيدة وإن تصلهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصلهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفعلون يبحون حديثا ما أصابك من حسنة تمر الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا فكفى بالله شهدا من يطع الرسول فقد أقع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه الحفظا ويقولون أقعه فإذا فازوا من عندك بيت قائفة منهم غير الذي تقول والله يكفل لا يبيتون فأعرف عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتنفرون القرآن ولو كان منهم بغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أدعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ولولا فقلوا الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا أفسك وحرق المؤمنين عسى الله أن يكف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا أشد تنكيا من يشفع شفاعة حسنة يكون له لطير منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو فيجمعنكم إلى يوم القيامة لا عيب فيه ومن يصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتيني والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضرر الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فقذوهم وقتلوهم أيث وجتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم نيزاكم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأملوكم ويأملوا قومهم كلما أردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويقفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث فقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان بمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم نيثاق فدية مسلمة مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توفتا من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وضطب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضابتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا بمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله مظالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول القرر والمشاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المشاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المشاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة قادم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستطعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجئوا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستطعفين من الرشاب والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما تثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خذتم أن يفركم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمدحتكم فيميدون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أدم من مضر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فأذكروا الله قياما وقلودا وعلى جنوبكم فإذا اطمئنا أنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ارتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب للعرض لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائمين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أتيما لا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أن يكون عليهم وكيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يشهد الله غفورا رحيما ومن يفسر إثما فإنما يفسره على نفسه فكان الله عليما حكيما ومن يفسر خطيئة أو إثما ثم يرمذه بريئا ثم يرمذه بريئا فقد احتمل رهدانا وإثما مبيا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضعونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما تا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتقاء مرضات الله فسوف نقيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتابع قير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دومه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأدخذن من عباد تنصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبكتن آلان الأنعام ولآمرنهم فليخيرن خلب الله ومن يتقر الشيطان وليا من دون الله فقد قسر كسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا فرورا وذلك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانهكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يبلمون نغيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع للة إبراهيم أريفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يكفيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكفوهم والمصطبع فين من الولداء وأن تقوموا بيتاما بالقصد وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من فعلها نشوزا أو إعرابا فلا شناح عليهما أن يصبح بينهما صلحا والصلك خييف وأحضرت الأنفس الشح فإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعبدوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتدروا هكالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يزهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالخصف شهداء لله ولو على أنفسكم أم الواردين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تترعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستخذف عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مدردين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين فتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرخ الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعطصروا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وست يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سنف يؤتيهم أجورا وكان الله غفورا رحيما يسأل كأهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا آلنا الله جهرا أخذتهم الصاعقة بظلهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلقانا مبينا ورفعنا حوقهم القوى بميثاقهم وقلنا لهم لقبوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبث وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نغرهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلموه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيما فرفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم قيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الرئى وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعددنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمكيمين الصلاة والمؤمنون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنكفيهم أدرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسدق وعيسى وهيوب ويونس وهابون وسليمان وآتينا دابون زبورا ورسلا قد قصصناهم عليكم قبل ورسلا لم نقصصهم علي وكلم الله موسى تكليما رسلا من مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد كما أنزل إليك أنزله بعلمك أنزله بعلمك والملائكة يشهد وكتاب ذلك شيئا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفرهم ولا ليهدهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول في الحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكهوا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد سبحانه سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وتقاب الله وكلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إلي جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا صالحا فلوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فلعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يختيكم في القلالة إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولها فإن كانت أثنتين فلهم أثوثان مما ترك وإن كانوا إخذ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يفلى عليكم ويرم حل الصيب وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر والحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتبون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاستعجوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب قرمت عليكم الميكة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنطة والممكوذة والمتردية والنطيحة والمتردية والنطيحة وما أكل السبر إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأجلاب ذلكم فسط اليوم يلسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشاون اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمدي ورغيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخصة غير متجالف لإثم فإن الله رفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجواب المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متقذي أحدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فارسوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفل أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسلم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واتقكم به إذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذلك الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسطة ولا يجرمنكم شمآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكدفوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يرسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بل إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر مقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتهم الزكاة وآمنتم بأسري وعزرتموهم وأقربتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري منهم تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواها السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكرم عن مواضعه ولسوحظا مما ذكروا به ولا تزال تقلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصبح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فلسوحظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم الغيامة وسوف ينبههم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع بطوانه شبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهدك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلقه يغفر من يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول لا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يبطي أحدا من العالمين يا قوم بخلوا الأرض المقدسة التي كتم الله لكم ولا ترتدوا على أبذاركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبابين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا دافلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دقلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيمون في الأرض فلا فأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بلي آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فإن بسطيني يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثني وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقدره فأصبح من الفاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض لوريه كيف يواري زوءة أخيه قال يا ويلدا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري زوءة أخيه فأصبح من المادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينار ثم إن كثيرا من بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلروا أو تططع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم فزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفرحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاءا بما كسبا لكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله يومك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تبن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضع يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم ترتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزن ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أبكالون السحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروا كشيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصة إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم الجهرات فيها حكم الله ثم يدولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا الدورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشعوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وطفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من الثوراة وآديناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من الثوراة وهدى وبوعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيميا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءت من الحق بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاسترقوا الخيرات لالله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفكروك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبقون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فكرى الذين في قلوبهم مرضي وسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك قبل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤكون الزكاة وهم راقعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هو الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واقتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل الليل وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مخوبة عندنا بل لعنو الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطابوت أولئك شروا مكانا وأضلوا عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصح لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحباب عن طولهم الإثم وأكلهم الصح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ودعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء قال يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من رب بطريانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصلك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثير منهم ما أنزل إليك من ربك طبيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر يعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أمكسون فيطن كذبوا فيطن يقتلون وحسروا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك في الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه ستيكة كان يأكلان الطعام أو منظر كيف نبهن لهم الآياء ثم منظر أن لا يخفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل عن رسال داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن ملكين فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليه وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصرا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما أعرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاكدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار وقابدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلى الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مسافين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير وقبة فمن لم يجد فصلاه ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبراء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مندهون فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحده فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاكم مثل ما قتل من النعم يحكم به دوى عدل منكم هبيا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليدوق وبال أمه عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والغدائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله رفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفرحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبقى لكم تسركم وإن تسألوا عنها حين ينسل القرآن تردلكم عفى الله عنها والله غفور حرين قد سعلها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا ساقبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يفتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان دواعد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت أحدسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لرسدتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقوا إثما فأخان يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا فالله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني فإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ فلتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن يوزل علينا مائدة من السماء قالت تقول الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقهم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كثبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم بدراء وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قبطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لو لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سفروا منهم ما كانوا به يستهثرون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يضعم ولا يقعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بيء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقصوه وفي آذانهم وقرى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا كيجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه فإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين البدا لهم ما كانوا يخون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة فغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولتار الآخرة خير للذين يتقون أفلا ذاقلون ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين فإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو جاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستخيب الذين يسمعون والموتى يماتهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا قائل ولا قائل يطير بسناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشون والذين كذبوا بآياتنا صموا مكموا في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن مداكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إجاه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتورعون فلولا إلجاءهم بأس ما تورعوا ولكن ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم فتحنا عليهم أذواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقص عذاب القوم اللي مظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخر الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرق الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم إن أداكم عذاب الله بغتة أو جاء هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المسلين إلا مبشرين ومؤنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كلموا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون فما تطرق الذين ينعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم بمعض ليقولوا أهؤلاء ليقولوا أهؤلاء إن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة فأنه من عمل منكم سوءا أنه من عمل منكم سوءا بشهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيد أن أعبد الذين تبعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا هو ما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله لقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر غيري وبينكم والله أعلم بالظالمين وعيده مفادح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حقة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ولا رطب ولا يابس إزلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعدكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر خوف عباده ويرسل عليكم حقوة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لإن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل قرب ثم أنتم تشركون قل هو القانع على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويليق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفطهون وكلم به قومة وهو الحق قل لست عليكم بوكي لكل نبه مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث وعير وإما يؤسعنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الغالمين وما على الذين يتقون من حسابهم لشيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون ولل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهو الله أردهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسه بما كسبت ليس لها من الدون الله ولي ولا شفيع وإن تعدد كل عادل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أديم بما كانوا يكفرون قل أن لعهم لدون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ابتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن أقيموا صلاة وكفوه وهو الذي إليه تشون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كون فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفع في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبيل وإذ قال إبراهيم لأبيه آل أتتخذ أصناها نارها إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك يريد إبراهيم لكود السماوات والأرض وليكون من المؤمنين فلما جن عليه الليل وآكوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآثين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لإن لم يهدم ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وديء للذي فقر السماوات والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد أدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسعر بي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلف حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجة زمن النشاء إن ربك حكيم عليم ورأبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قامل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ونوسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ولكيا ويحيا وعيسى وإلعاس كل من الصالحين وإسماعيل ورسا ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من بباده ولو أشركوا لحابط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها أولئك فقد وكلنا بها قوما فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه نقتله قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شاء قلنا ما أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه فراطيسة بدونها وتكون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذر في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدف الذي بين يداه ومتنذرهم القرى ومن حولها والذين يؤمنون من آخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سننزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إلي الغالمون في أمراض النوت والملائكة والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على بلهور بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خللناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وبلعلكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحب والنوى يفرج الحي من الميت ومفرج الميت من الحي ذلكم الله فأما تذهكون فارق الإصباح وجعل البيل سكنه والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحث قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفسه واحدة فمستقرون ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا مفرج منه حبا متواكبا ومن النفل من طحياء غالو دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمين مشتبها وغير متشابه وانظروا إلى ثمنه إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ودعموا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحب وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكي لا تبركوا الأبصار وهو يبرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءت بصائر من ربكم فمن أرصر فلنفسه ومن عميف عليها ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيه وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولمبينه لقوم يعلمون اتبعناه وحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرفه وما جعلناك عليهم حفيظا وما أذات عليهم بوكيل ولك سبت الذين يدعون إلى دون الله فيسب الله عدوه بغير علم كذلك زينا بكل أمة عملهم ثم إلى ربهم موجعهم فينبئهم بما كانوا يعمدون وأبسموا في آه جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إننا الآية للدى الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفردهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طبيانهم يعمدون ولو أننا نزلنا إليهم المنافج كذلك لمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك دعنا لكل نبي عدو الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زفر فالقول الرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يكترون ولتصفى إليه أفردت الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتئتوا ما هم مقتئتون أفغير الله أنتغي حكما وهو الذي أنسل إليكم الكتاب مفصلا والذي آتلناه الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتدين وجمت سلمة ربك صدقا وعدنا لا مبثل لكلماته وهو السبيع العليم وإن تضحت ومن في الأرض يذلوك عن سبيل الله إن يتبعون إن يرن وإنهم إلا يقرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين فما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه وقد هفصل لكم ما حرم عنكم إلا مضوئتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الفكم وباطرة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقتربون ولا تأكلوا مما لكم يكرس الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوتون إلى أميائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَالَ مَيْكًا فَأَحْكَيْلَاهُ وَكَعَلْنَا لَهُ مُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الْطُّمَاتِ لَيْسَ بِخَارِهِمْ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَا الْكَافِرِينَ ماَ كَالُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِيكٌّ لِقَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجِرِمِيهَا لِيَمْكُرُونَ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِ وَمَا يَشْعُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَمُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَابِكْ لَبَا أُوْتِي أَوْتِي أَوْتِي أَوْشُّلُ اللَّهِ الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصير الذين أجرم صرار من الله عذاب شديد بما كانوا يلكون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يظنه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك بستقيما قد نصلنا الآيات لقوم يتذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم كما كانوا يعملون ويوم يحشوهم جميعا يا معشر الجن قد استفرتم من الإنس وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعقنا ببعضهم وبلغنا أجال الذي أجلت لنا قال النار متواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالم إلى بعقا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم بطاء يومكم هذا قالوا شهدنا عن أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا آفرين ذلك أن لم يكن ربك مهلكا قرى بظلم ما أهلها غافلون ولكل درجات مما عنه وما ربك بغافل عن ما يعملون وعبك الغلي ذو الرحمة إن شاء ذهبكم ويستخلف بعدكم ما يشاء كما شاء من ذوية قوم آخرين إنما توعدون لآتهم وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الرامل واجعلوا لله بما درأ من الحظ والأنعام رصيبا فقالوا هذا لله بسعبهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساها ما يحبون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَبَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وقالوا هذه أنعام وحرث شكل لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها قراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون فقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصا للكورها ومحرم على أزواجها وإنكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم رصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقه الله اقتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهددين وهو الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختيفا أطلبوا والزيتون والرمال متشابها وغير متشابه كنوا من تمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصابه ولا تسرفوا إنه لا يحق المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا قلوا مما رزق الله ولا تتبعوا فطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أسواق من القأم اثنين ومن المحز اثنين قل أذكريني حرما أم انتين أم اشتملت علي أرحام الانتين تبعوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الابن اثنين ومن المقى اثنين قل أذكريني حرما أم انتين أم اشتملت علي أرحام الانتين أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءِ اِذْ وَصَالْكُوا اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّ اِكْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَلِمًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِقَيْرِ عِلْهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْلِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قلنا أجل فيما أحياني محرما على طعيم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو كمن مسروحا أو أحمخ منسير فإنه رجس أو فسقه إلا بطير الله به فما يضطر ويرباه ولا عالي فإن ربك وفور رحيم وعلى الذين هانوا حرمنا كل ذي غفر فمن البطي والغلام حرمنا عليهم شجومهما إلا ما حملت أمورهما أو الحغايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم بفردهم ولما لصادقون فإن كذبوك فقردكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرفنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ناقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخيض لنا إن تتبعون إلا الله وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله جدت البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلون شهداكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد بعهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبنواردين إستعى ولا تقتلوا أولادكم من إبلاق نحن موزقكم وإياهم ولا تقرأوا الفواحش ما ورى منها وما بقى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصفاكم به ما أنكم تعقلون ولا تقرأوا مال اليكين إلا بالنسيء أحسن حتى يبلغ شدة فأوفوا كين والميزاء بالقسط لا نتنب نفسا إلا وسعها وإذا قلتم تعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلك وصفاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصفاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا أوسى كتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على قائدتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن لا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينكم من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلمهم من كتب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب لما كانوا يصدفون أن ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله كل من ينبئهم بما كانوا يتعلون من جاء بالحسنة فأبوا عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يؤلمون قل إنني هدى لي ربي إلى صعق مستقيم دينا مقيمة دينا مقيمة ملة إلهي محيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لناه رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت مان أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزوازرت وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينفنكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليمنواكم فيما آتاكم إن ربك سيع العقاب وإنه لربو رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسفعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين أرف لامين صاد كتاب أنزل إليك فما يكون في صدر فحرج منه لتنذر به وذكرى المؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دومه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا فياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ظائلين والوسم يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من مال وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يقولك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاطرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعت منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم سكم أنت وسوشك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليجدي لهما ما أولي عنهما من سوآتهما وقال ما لهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما من الماضحين فدلاهما بفرور فلما داقوا الشجرة بدت لهما سوآتهما وضفقوا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهدئوا بعضكم لبعض معدو ولكم في الأرض مستفر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تنوتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري زوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سمؤاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاعشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهددون يا بني آدم خلوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسركوا إنه لا يحب المسرفين قل من حظم زينة الله التي أخرج بعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نقصر الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي في غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون زاعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا بلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا دارتوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سن الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصابحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها قاردون ونزعنا ما في صدورهم من غل تتري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأدى مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف جاء ليعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستهلئون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب المال أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من المال أو مما رزقكم الله قالوا إما الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجعلون ولقد جئناهم بكتاب قصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد شات رسل وردنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعون لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيسا والشمس والقمر والنشوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارة الله رب العالمين ودعوا ربكم تضوعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تكسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخيج الموتى لعلكم تدكرون والبلد الطير يخرج نباته بإذن ربه والذي خبس لا يخرج إلا نكدا كذلك مصرف الآيات لقوم يشكرون فقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لمراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأرصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذرين قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق دسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا بنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس ورضب أتجادلونني في أسماء سميتمها سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلقان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة مننا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى سمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فدروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ ذعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخلون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعتوا في الأرض مخصدين قال الملأ الذين استكبروا من قومي للذين استضعفوا لمن آمن منهم لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذين آمنتم به كافرون فعقروا ما قد وعدوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسركون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجون من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إن امرأته كانت من الغالبين وأمطرنا عليهم مطار فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيزا قال يا قوم اعذب الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بيلمة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبقونا عوجا وابقوا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المسلمين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الآكمين قال الملأ الذي نستكبر من قومه لنخرجنك يا شعيز والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا عن الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وتعرفنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأن تخير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم وجفة فأصبحوا في دارهم جاتلين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السلية الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مسأ أباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدئ الذين يدثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثناهم بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فضلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أكون على الله إلا الحق قد جئتكم ببهينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاب فإذا هي ثربان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملؤ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأترك بكل ساحر عليم وجاءت سحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعو إنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فيما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي ذلقك ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوهنالك وانطلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال جذعون آمنكم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا موقربون وما تنقر منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملو من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدركوا آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يؤثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا خوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظرك الفثاملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتي به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضبادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعونا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فيما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بارغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورقنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتم تكرمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وطومه وما كانوا يعرشون وداوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبهم ما هم فيه وباقل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأثممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه أرون اخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقات ماء وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استطر مكانه فسوف تراني فلما تجل ربه الجبل فلما تجل ربه الجبل جعله بذكر وخضم موسى الزائرة فلما فقطها سبحانك سبحانك تمتعيك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني صفيتك على الناس بإسالات وإكلم فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعبة وتفصيلا لكل شيء فخذها بطوة فخذها بطوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرق عن آياتي الذين يتكبون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآفرة حبقت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلموا ولا يدهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديه وعوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ربان أسفه قال بإسما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وأيقى الألواح واخذ برأس أخيه يدره إلي قال بلى أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي والأخي وادئلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميطاتنا لما أخذتهم الرأب فتقال رب لو شئت أهل أكتهم قال رب لو شئت أهل أكتهم من قبل وإياه أتغلقونها بما فعل الشباب إنه إلا في اسم طب تضل بها من ينتشاء وتهدي من ينتشاء أنت ولينا خوفر لما وحمنا وأن تقلوا الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ما يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا يجدونه مكتوبا عندهم في الدورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحلم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأولايا التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا النور الذي أنزل معه هؤلاء هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله للكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى لباستسقاه قومه أيضب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيما فيما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوها به القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ويخموا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سازيب المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غنر الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبك إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبكهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لمدعرون أو من الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عدوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبادن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لوفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصائحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ولك الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يطولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة غير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقعوا الصلاة إننا ندع أجر المصلحين وإذ نفقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بكوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريتا من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعنهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يظلم فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأمعان بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين ينحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستجرجهم من حيث لا يعلمون وأمري لهم إن كيذي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جن إنه أي نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يغني الله فلا هادية له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان رساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلن الغيبا استكثرت من الخير وما مسي السوء إن أنا إلا نذير وبشر لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة واجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا من يشركها فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صابتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبقشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قد ادعو شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا مبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم دأتهم بآية قالوا لو اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصار ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله أكبر الله أكبر يسألون جعل الأنفال قرر الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وزلت قلوبهم وإذا دليت عليهم آياته دادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومنها رزقناهم ينفقون أولئك هم مؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق تريم كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين كارمون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أن لا يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبقل الباطن ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن لي نمدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعلوا الله إلا بشرى ولكطمئن بي قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاسى ونتمنه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنه شاق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العطاب ذلكم تدوقوه أنهم كافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا جحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ ذبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد ماء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبري المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميعا علي ذلكم وأن الله موهن كيد كافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفك وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعوذوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله سموا البقر الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العطاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويغفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ ينكر بك الذين كفروا ليسبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من سماء أو إئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إن لم يقتقون ولكن أكثرهم لا يعلن وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوا لها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميس الله الخبيث من الطيبة ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سرف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم النولى ونعم النصير وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله قمسه وللرسول ولد القبى واليتامى والمساكين وبالسبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم القرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصرى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليخضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشنتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ انتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليخضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجعوا الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ليحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ويا الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى بمفئتان نكس على قبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها قلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحديق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأضرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهد منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تصطفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سراء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي ومن يحرق المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفكرون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم أعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض تريدون عوض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غننتم حلالا طيبا ودقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا هدىكم فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهتهم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزن كافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بذيء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله فبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسى خل أشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصوهم وابعدوا لهم كل ورصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخواب الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفص تور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبت من تترك ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبقت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أُولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سطاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستمون عند الله والله لا يهدن قوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم برجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخلوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد من في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتهم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تغوها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يدوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله أفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يرنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكثاب حتى يعطوا الفزية عيد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ذن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضد ولا يوافقونها في سبيل الله فبشره بعذاب أليم يوم يحمى عليها في معي جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما جنزتم لأنفسكم فلوقوا ما كنتم تكمزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة محوم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا الوشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كبروا يحلونه عاما ويحلمونه عاما ليواطئوا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما نتاب الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجهم الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الشفل وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلقون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أنزلهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله علم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وارسابت قلوبهم فهم في ريبهم يتغددون ولو أرادوا الخروج لا أعنتوا له عدة ولكن يكره الله بعاثهم فثبتهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبرونكم الفتمة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتمة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارئون ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتن لي ألا في الفتمة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصدك حسنة تسعهم وإن تصدك مصيبته يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فيئون إن تصدك حسنة تسعهم وإن تصدك مصيبته يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيرنا إلا ما كتب الله لنا هو مغلانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم مدربصون قل أنفذوا طوعا أو كوها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ألتقبل منهم فقالتهم بإلا أنهم كفروا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يعتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلقون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغراج أو مدخلا أو مدخلا لوله إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يرطوا منها رب وإن لم يرطوا منها إذا هم يصطون ولو أنهم رضوا ما آداهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من عقر له ورسوله إنا إلى الله راضبون إننا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين والغالمين وفي سبيل الله وبه السبيل كريقة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحطوا أيضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاجر الله ورسوله فأن له نار جهنم فأن له نار جهنم خالفا فيها للك الخسف العظيم يحذروا المنافقون أن تنزل عليهم سرة تنبئه بما في قلوبهم كن استهزئوا إن الله مخرجنا تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نفوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف على طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمؤكر وينهون عن المعروف ويطلبون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار ما رجع أننا خالدين فيها خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوته وأكثر أمواله وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يحتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أستهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وأموا بما لم ينالوا وما نقلوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من قبله فإن يتوقوا يد خيرا لهم وإن يتولوا معذبهم الله عذابا أليما معذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لإن آتانا من قبله لا يصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاؤوا من قبله بخلوا به وتولوا وهم معيضون فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلب الله هذا وعدوه وبما كانوا يكرهون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وندواهم وأن الله علام الغيون الذين يلمزون المطوعين من الممينة الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا فاستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فيحى المخلفون بمقعدهم شلاف رسول الله وكيه أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا عجى أن ما أشكوا حرا لو كانوا يفقرون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وليبكوا كثيرا جزاءا بما كانوا يحسبون فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا ولن تقاتلوا معي عدوة إنكم رضدون للقعود أول مرة فقردوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبله إنهم كبروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجلك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخالف وطبع على قلوبهم فهم لا يخفون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلقون فعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعرام ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله واسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أدين ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفطون حرج إذا نصحوا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غبور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا أن لا نجدوا ما ينفطون إنما السبيل على الذين يستئلونك وهم أغنياء ربوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم قلنا تعتبرون أن نؤمن لكم قد نفان الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينفنكم بما كنتم تعملون سيحرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجسوا ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحرفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشدوا كفا ونفاقا وأجدوا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عنهم الحكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرم ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السمو والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوا في الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخله الله في رحمته إن الله رسول رحيم السابطون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحساء رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعداهم جنات تجري تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فإن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون أعبرهم بذنوبهم خلطوا عملا صارعا وآخا سيئا عسى الله أن يجوب عليهم إن الله غفورا رحيم قد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكينهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاة كثة لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقة وأن الله هو التواب الرحيم وقب اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم غير والشهادة فالنبيوكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخلوا مسجدا دورا وكفا وتفقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله واسوله من قبل وليحرفن إن أردنا إلا الحسنا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا ما مسجد أسرث على التقوى من أول يوم محق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتقهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنياهو على تقوى من الله وردوان خير أم من أسس بنياهو على شفاة وفنهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يسال بنياهو الذي بنريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشتراه من المؤمنين أن كسبوا أموالهم بأن له الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التواتي والإنجير والقرآن ومن أوثى بأهده إلى الله فاستبشروا ببيعكم الذي ما يحكم به وذلك هو البوز العظيم التائبون العاملون الحاملون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون في المعروف والناه عن المنكر والحافظون لحلو الله وبشر المؤمنين فكان النبي والنذين آمنوا أن يستغفروا للمشريكين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبيل لهم أنهم أخار الجعيم فما كان السوفاء إضاء من يديه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبيل له أنه عدو من الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله لهم لكم السماوات والأرض نحي ويميث وما لكم من دون الله ولي ولا جصير نقتال الله على النبي والمهاجرين والأنصار النبيين التمرون في ساعة عسرة بعد ما كاد يزيع قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم إنه بمعوث الرحيم وعلى الثالثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو الدواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اكتبوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومنحونهم من الأعراب أن يتخلقوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبوا الضمأ ولا نصب ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يبيض الكفار ولا ينالون من عدو المنينا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفطون نفقة صغيرة ولا كثيرة ولا يقطعون ماديا إلا كتباهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا وجعوا إهيهم لعنهم يحفرون يا أيها الذين آمنوا قتلوا الذين يدونكم من الكفار وينجدوا فيكم جره واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقولوا أيكم زادتهم هذه إيمانا فأمن الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستمشرون أمن الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وباتوا وهم جافرون أولا يرون أنهم مختارون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يفكرون فإذا ما أنزلت سورة فضى بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدين تم منصرفون صاف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم معيكم حيص عليكم حيص عليكم بالمؤمنين وموط رحيم فإن دغلوا فقل حسن الله لا إله إلا هو عليه دودنت وهو رب العرش العظيم الله أكبر سمع الله لمن حبدا رب يا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ألف نوع تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم خذق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربك الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم مستوى على العرش يدبر الأمر ما من شفير إلا من بعد إذنه ذلكم الله أكبركم فاعبدوه أفلا تبترون إليه ورجعكم جميعا مع ذا الله حقا إنه يبدأ الخلقهم يعيده ليجزئ الذين آمنوا وعملوا الصالحات في القصة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكون هو الذي جعل الشمس ضيام والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عبد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصيل الآيات لقوم يعلمون إن باختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يردون لقاء لا وردوا بالحياة الدنيا وطفأنوا بها والذين هم عن آياتنا رافلون أولئك نأواه النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان تجري من تحليم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحان الله وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو نعكر الله للناس الشرى استعجانهم بالخير لقضي إليهم أجلون فنبروا الذين لا يردون لقاءنا في قغيانهم يعملون وإذا مس الإنسان الضرب على جنبه أو قاربا أو قائما فلما كشفنا عنه ضرب بروة كأنه يدعونا إلى ضر مسته كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلفنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم من بينات وما كانوا ليؤمنوا لذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خنائف في الأرض من بعدهم لنوظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بذيات قال الذين لا يرجون لقاء نأتر قرآن وعلي هذا أو بذله قل ما يكونني أن أبذله من دقاء نفسي إن أتمن إلا ما يوحائله إني أخاف عصيت ربي على بيوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لرث فيكم عمرا من قبله أفلا تعقيرون فمن أظلم إن من اشترى على الله جذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شبعاءنا عند الله قل أتنفئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشيكون وما كان الناس إلا أمة مائلة فاختنفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل علي آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أبقنا الناس رحمة من بعد مرة ومستهم إذا لهم متن في آياتنا قل الله أسرع مترا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في الأرض والبحر حتى إذا كنتم في الكلك وجرين بهم بريح طيبة وفرعوا بها جاءت هارج عاصف وجاءهم الموجود كل مكان وظنوا أنهم أحيط به ابدعوا الله مخلصين لهم الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاسرين فلما أنجاهم إذا هم يبقون في الأرض لغير الحق يا أيها الناس إنما بغلتم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلى إلى مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا جماعي أنهلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض لما يكون الناس والأبعال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيدت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا لينا أو نهارا فجعلناها حقيدا كأن لم تغل من أمس كذلك نبصل الآيات لقوم يتفكرون والله يبعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وسيادة ولا يرهقوا شوههم قتا ولا ذلة أولئك أصفاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم فأننا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مضرما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم أكنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافرين كنالك تبنوا كل نفس ما أسلفت وودوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدذر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرقون كذلك حقت كيمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن ظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يهتر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ويل فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استقعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانفر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمسجدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريقون مما أعمل وأنا بريق مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع صم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعدا من النهار يتعارفون بينهم أدخسوا الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهددين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصد وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأفرون ساعة ولا يستقدمون قل أريتم إن أتاكم عذاب مبياتا أو نهارا ماذا يستعفر منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا دلقوا عذاب الخلد دلقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسرون فيستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض يفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصد وهم لا يؤلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة من المؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك كم يفرحون هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلكم منه حراما وحلالا قل آي الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لدو قبل على الناس ولكن أكثرهم لا يشهون وما تكون في شأن وما تتلو منه منه قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عربك من مثقال دروة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن كقولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخصون هو الذي جعل لكم الليل لتسهم فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغمي له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يخرجون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنفرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الكلك وجعلناهم خلاك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنثرين ثم بعثنا من بعده رجلا إلى قومهم فجاءوهم بالبنينا فجاءوهم بالبنينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم من موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أفئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحو إن الله سيذقله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولم كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوفهم من فرعون وملئهم أن يقتنهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسيطين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم القالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إمام موسى وأخيه أنتبا وآل قومكما بمسر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا صلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العلام الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا من سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعا وجلوبه بغيا وعدوان حتى إذا أبركه الغرق قال آمنت أنه ما إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بلدنك لتكون من الخلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا نغافلون ولقد ذونا بني إسرائينا بوا أصدق ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا بملك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءت الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فلفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى قين ولو جاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعلوا ربس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تؤمن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي عزلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقن وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن ينسزك الله بظر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عذابه وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أن عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحافلين الله أفضل سمع الله لمن حمد ربنا ولد الحمد اللهم إما نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونكرك من يفجوك اللهم إياك نعبدك بلك نصلي ونسجدك وإليك نسعى ونحفدك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك نجد بالكفار ملحقه اللهم أهدنا في من هديك وعافنا في من عافيك وتولنا في من توليك وبارك لنا فيما أعطيك واصرف عنا برحمتك شر ما قضيك إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه ما يذل من وليك ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعاليه لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيك ولك الحمد بعد الرضام لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول إلهنا مولانا خالقنا رازقنا نحن الضعفاء القطراء إليك نحن المقرون المعترفون بذلوبنا نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك بثهار المذنب الزليل وندعوك دعاء الخائف الضبيل دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورقم لك أنفه وقابت لك عيناه إلهنا مولانا خالقنا عز جارك وجلت ناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيره يا مجيب الدعوات يا قاضي الآجات يا مغيث الهفات اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلام اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا وعقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك وبجوار بيتك العديق اللهم فاجمعنا في جنات النعيم إخوانا على سر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومع آبائنا ورمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا مديرا إلا شفيتا ولا مبتلا إلا عافيتا ولا ضالا إلا هديتا ولا حائرا إلا بللتا ولا ميتا من أمواتنا إلا وحمتا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لمرت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحنانية ولنبيك الرسالة وماتوا على ذارك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واخصلهم بالماء والثلج والباد ونقهم من الدنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم يا بل جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم فبد هم المهمومين من المسلمين ونفس يرب المقروبين وقبضين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أنجل مصطعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أنجل مصطعفين من المؤمنين في بورما وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم يا بل جلال والإكرام وتعلم سرنا وجارنا اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وإجال أمننا بجر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم إنا نجرأ بك في لحورهم ونعود بك من شهورهم اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيبه بتغييدك وهيئ له المقانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله عليه وتعير عليه اللهم وفق جميع أولاك أمور المسلمين لما تحبه وتوضى اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح شباب المسلمين في كل مكان اللهم احفظهم من الفدن والتطرف اللهم ردهم إليك ردا جميلا عاجلا غير آجل في رحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم اجعلهم قرة عين لأمتهم في رحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح شبابنا ومساءنا في رحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم لعصبك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثمون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذلك الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رجبها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على المال ليبلوكم أنكم أحسنوا عملا وليون قلت إنكم مبرثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معذودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأسون كفوق ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فقو إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأدو كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نغفينيهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل مما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويسلوه شارف منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن من أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعارون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أمائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريطين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كبروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادمنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينئ من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن أرزب أموها وأنتم لها كارمون ويا قوم لا أسألكم عليهم أنا إن أجري إلا على الله وما أنا بطالب الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصوني من الله إن قردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائل الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوع قل جادلتنا فأكبرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم مصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن اشتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى موح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنعي فلك بأعلمنا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغطون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لهم من قومين سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء آمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجريبهم في موج كالجبال ونادى نوح لهم وكان في معزر يا بني يردم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصوني من الماء قال لعاصم اللوم من أمر الله إلا من رحم وحان بينهم الموج فكان من المغابين وقيل يا أرض بلعي ماك ويا سماء وأطنعي ضغي ضلماء وقضي الأمر واستوث على الجرد وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكى الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفري وترحمني أكون من الخاسرين إلي يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سيمتعهم ثم يمسوهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قولك من قبل هذا فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله وانره إن أنتم إلا مفتوون يا قوم لا أسألكم علي أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يغسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشفكون من دونه فكيدوا لي جميعا ثم لا تنظروا إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بنعصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت بني إليكم ويستخلق ربي قوما غيركم ولا تضررونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ويما جاء آمولا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غلي وتلك عاد جحلوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جباد عميد وأتبعوا في هذه الدنيا لعندا ويوم القيامة ألا إن عادا جفوا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستوفروا ثم دوبوا إليه إن ربي قديم مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بلغلة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصوني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروا ما فقال يتمدعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء آمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وعقد الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ريالهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود أفروا ربهم ألا بعدا لثمود ويقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبت أن جاء بعجل حميد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأودس منهم كيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرادوا قائمة فضحكت خبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أأله وأنا عجوز وهذا بعلي شيطا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مديد فلما ذهب عن إبراهيم رأى وجاهته البشرى يدادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه مليم يا إبراهيم أعلم عن هذا إنه قد جاء أمر ربك إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لطنسين بهم وقاق بهم درعا وقال هذا يوم عصير وجاءوا قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهم أظهر لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت أمالنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أنني بكم قمة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتف منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب فلما جاء آمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيان والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم على بيوم محيط ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تعثروا في الأرض يفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما ألا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاك تأمرك أن ترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطع وما تغفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أريب ويا قوم لا يجرمنكم شغاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوض منكم بمعيد واستغفروا ربكم ثم توضوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فيها ضعيفا ولولا رهدك لرجمات وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيما والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يطدوا قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه معنة ويوم القيام بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليه منها قائم وحصيد وما ظنناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتميد وتذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم جمع لهم الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجر معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي مريك مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء من قبل وإما لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما لي وفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تقروا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياءكم لا تنصروا وأقم الصلاة طاف النهار وزرفا من الليل إن الحسنات يذهب للسيئات ذلك ذكرى الذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها نصلحون ويوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقل لنقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عن ما تعملون الله أكبر اسمع الله لمنحمده ربنا لتلحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أرف لا أمر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نفص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبد إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويدين نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبا إن أبانا في ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصرون أرسلوا معنا ودي يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافظون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبخ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وذوقنا صادقين وجاءوا على ضميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعال على ما تصفون وجاءت سيارتهم فأرسلوا والدهم فأدنادهم قال يا بشرى هذا ظهام وأسره بطاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثاني من دخس دراهم معدودا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتره من مصر لمرأته أكلمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك هكنا يوسف في الأرض ويعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعملون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعما وكذلك نجزي المحسين وراودته التي هو في بيتنا عن نفسه وبلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوى إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهمت بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصيف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادها المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دوري وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسهل أو عذاب أليم قال هي راه تبني عن نفسي وشيد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دور قال إنه من كيركم إن كيركم عظيم يوزق أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ظلام جين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سييا وقالت اخرج عليهم فلما رأيه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ماب كريم قالت فذلكن الذي يمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فاصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتان قال أحد ما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي قبلتا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسينين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من لجا قوم لا يؤمنون بالله ومن بالآخرة هم الكافرون واتبعت من لدى آباء إبراهيم وإسحاط ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك ينفر لله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنكم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الحكم لا لله أمر أن لا تعبدوا إلا أيام ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه وغي الأمر الذي فيه تستفتيا وقال للذي ظن أنه نجم منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بطع سرين وقال الملك إني أرى سبع بطرة سبالي يأكلهن سبع عجاب وسبع سنقلات خطر وأخايا بساف كأيها الملو أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا فعبرون قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل أحلام بالعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد غمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنقلات خطر وأخرا يا بساف معني أرجع إلى الناس لعزلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين داما فما حصدتم فدروا في سنقله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداز يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يضاث الناس وفيه يعصرون فقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النزوة التي قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال لا خطبكن إذ رأتكن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسعص الحق أنا رأته عن نفسه وإنه لنا الصادقين ذلك يعلم أنني لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيف الخائم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمعة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فما تلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خسائر الأرض إني حفيظ عنيم وكذلك مكنان يوسف في الأرض يتبور منها حيث يشاء نسيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين قال أجر الآخرة خير للذين آمنوا للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له ممكنون ولما جهزهم بتهازهم قال أتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه فعلوا بطاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا مقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا مجع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بطاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بطاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تبتون موثقا من الله لتبتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أذكر الناس ما يعلمون فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس لما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسادقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم قالوا فالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سادقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل فأسرق يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبن شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا الظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كثيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسألوا فرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصدوا جميل عزى الله أن يأتي لي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسبا على يوسف وابلطت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو مثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فدحسسوا من يوسف وأخيه ولا ييأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببطاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتغي ويصفر فإن الله لا يضيع عجر المحسنين قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واهتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوه مني لأجد لي حيوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إن كان في ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين فرفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبدي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إن أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطئ السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فوفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينقرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة روتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على قصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشرفين وما أرسل ما من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدعوا الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حدى إلى سيئة روس وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنبه من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده أبلا لك العرب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ألف لام ميم را كنت آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقبر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقعون وهو الذي مدى الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يرشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسطى بماء واحد يسطى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك آيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا درابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها طاردون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبرهم المثلات فإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم فإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيط الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المدعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارف بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم القرق خوفا وطمعا وينجف السحاب الثقال فيسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصوائق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستغيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إن يبلغ فاهو ما هو ببارغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكررا وظلالهم بالغدو والآصال كل من رب السماوات والأرض كل الله كل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضراء كل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم كل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقبلها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء فأما ما ينفع الناس فينفذ بالأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوضون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صمعوا بطراء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيته ويدرعون ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار جمنات عدم يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقوب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضرون ويقضرون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سود دار الله يبسد الرزق لمن يشاء ويقضر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من رب قل إن الله يضل من يشاء ويهدر إليه من أناب الذين آمنوا وتضمئن قلوب بذكر الله ألا بذكر الله تضمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا صالحات طوبى لهم وحسن مهاب كذلك أرسلناك في أمة خلقت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل منه الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قائعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي لوعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت الذين كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عطاب أفمن هو قائم على كل نفس عندما كسبت وجعلوا لله شركاء فقل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهرين من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يظلم الله فما له من هذا لهم على قوف الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشط وما لهم من الله من واق مثل الجنة الذي يعين المتقون تقي من تحتها الأنهار أكلها دائما وغلها تلك عطبا الذين اتقوا وعطبا الكافرين النار والذين آديناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أنعه وإليه مآب وكذلك أن نزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي من وليه ولا وياط ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأذي بآية إلا بإذن الله لكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نري أنك بعض الذين عدوهم أو نتوفي أنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أما نأتي الأرض نمتصها من أطرافها والله يحكمنا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكوا الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفسه وسيعلم الكفار لمن قبدا ويقول الذين كفروا لفتموا سلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم التساب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما أرسلنا من رسول إلا برساء قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرب قومك من الظلمات إلى النور وذكره بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه إذ كون نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسوم لكم سوء العذاب ويلبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تألن ربكم لإن شكرتم لعزيذنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن فكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم موح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم في البينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاضح السماوات والأرض يدعوكم ليرفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من ربابه وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد أدعنا سمولنا ولنصبر على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو نتعودن في منذ ما فأوحى إليهم ربهم ليهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وحيد واستفتحوا وخاب كل جبار عريد من ورائه جهنم ويسطى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بنيت ومن ورائه عذاب غليه مثل الذين كمروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريف في يوم عاصر لا يغبرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلال البغيد لم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شاه قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من نحيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموا لي ونوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب عليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أبولها كل حين بإذن ربها ويرضي الله الأمثال للناس لعلهم يتذكروا ومثل كلمة خبيثة تشجرة خبيثة جدثت من فوق الأرض ما لها من قرار يذبذ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواع جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله ألدادا ليضلوا عن سبيل قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا منا وزقناهم سرا سرا وعلامية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر لا إباهم وسخر لكم الليل والنار وآداكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإيقال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من بنيتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليطيم الصلاة فاجعل أفكدة من الناس كهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله إلا لي وهاب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعل لي مقيم الصلاة ومن لليتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغذر لي ويعالني وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليون تشخص فيه الألصار مهطبين مقنع يوغوسين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأني الناس يوم يكتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجر طيب نجد دعوتك ونتمع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من الزوال وسكهتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز لذلك قام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجلمين يومئذ مقررين في الأصفاد سعابينهم من قطران وتغشى وجوههم النار لتجذي الله كل نفس ما كسبت إن الله سيء الإساب هذا بلاغ للناس وليرنعوا به وليعلموا أننا هو إله واحد وليذكر أولو الألباب اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت طيوم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاءك حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك شكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كننا من الظالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أن واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أن اللهم إنا نعوذ بك من منكوات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدوى يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يبدله شيء في الأرض ولا في السماء اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضى والقصد في الغطر والغمى ونسألك اللهم لعي من لا يأحد وضرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر وديك الكريم وشوق إلى رقائك في غير قراءه لله ولا بتنة لله اللهم إنك عفوا تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم أسعدنا بتقوات واجعلنا نخشاكك أن نوات اللهم أجب دعوتنا وثبت حجتنا وستت ألسنتنا واغسل حوبتنا واسل السخائن وصدورنا اللهم إما نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماذة الأعداء يا سميع الدفعاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وإن لشرك والمشركين وذن لأعداء الدين واجعل الآن البلد آمنا واثمئنا سخاء الرقاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وعدم الأمن والاستقرار في ربادنا وأصلح إمتنا وعلاد أمورنا وأيض بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم كله على الحق مؤيبا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم أهيله البطانة الصالحة التي تلله على الخير وتعينه عليه اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابه وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم من أرادنا وأراد عبيدتنا وغيادتنا وبنادنا وأمننا ووحدتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره ورد كيده في نحره واجعل تذيره تذيره يا سبيع الدعاء اللهم رد عن بلادنا كيد الكائرين ومكر الماكرين وعكوان المعتدين اللهم أمن بلادنا وحدودنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك في البغاية الخارجين علينا ندرأ بك اللهم في محورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم مكن لرجال أمننا منهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنجل مستوعبين من المؤمنين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الخاصبين المعتدين المحتلين اللهم عليك بأعفائك فإنهم لا يعجزونك اللهم منزل الكتاب مجرية السحاب هازم الأحزاب اجزمهم وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اوزبهم الوسطية والاعتذال اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحيفة يا رب العالمين اللهم أصلح نسال المسلمين اللهم زينهم بالحجاب والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل اجتمعنا هذا اجتمع مرحومة وزعل تفرقنا معده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محرومة اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذا المكان المرارك وفي هذه الليلة المراركة إلا بلد من مغفور نسعي المشكور وبجامة المنتبور وعمل المسفد الممرور يا عزيز يا رفور اللهم اعزق رقابنا من النار اللهم اعزق رقابنا ورقاب آبائنا ومهاتنا وأزواجنا وزرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا رفا وبناها سنافت يا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار اللهم إما نعوذ بيواك من صختك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلام سيدنا أن عليك أنت كما أزنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد ما زهرت النجوم وصل عليه ما تلاحمت الغيوم وصل عليهنا حي يا قيوم وضل اللهم عن خلفائي الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن إسقاهرات أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن سمعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أرف لا أمر تلك آيات الكتاب وقرآن من المبين ربما يود الذين تفعوا وكانوا مسلمين ظرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهدوا لأمن فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستفقرون وقالوا يا أيها النبي نزل عليه الفكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين فننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن مضرين إنا نحن نزلنا الفكر وإنا لهم نحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين فما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستفقون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للنظرين فحفقناها من كل شيطان رجيم إلا من استرقى السمع فأخفعوا فيها بل مرين والأرض مكتناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن نستم له برزقين وإن من شيء إلا عندنا قزائل وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فأفقيناكم وما أنتم له بخاذرين وإنا لنحن نحني ونريد ونحن الواردون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستغفرين فإن ربك هو يحشوهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمل مسنون والجان خلقناه من قبل منا لسمون وإذ قال ربك للملايكك إني خالق بشرا من صلصال من حمل مسنون فإذا سويته ونفخذيه من روحي فقعونه ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أن تكون مع الساجدين قال لم أكن يسجد لمثل قلقته من صلصال من حمل مسنون قال فاخرج منها فإنك وزين فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأوظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من الموضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أعويتني لهم ذئين لهم في الأرض ولفغينهم أجمعين إلا عبادك منه كل مخلصين قال هذا صراط عليهم السقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغارين فإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سمعة أبواب في كل باب منهم جسر مقسوم إن المتقين في جنة وعنون ودخلوا بسلام آمنين ونزعنا ما في صنورهم من غر إخوالا على سرر متقابرين لا يمسهم فيها نصر وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فأن عذابي هو العذاب الأليم فنبئهم عن ضيف إراهيم ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم مجرون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتني على أمسر الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القائطين قال ومن يغنق بالرحمة ربي إلا الضالون قال فما خطبكم أهوى المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إنا لولتوهم أجمعين إلا امرتهم قدرنا إنها من الغابرين فلما جاء آل نوطي مرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا فالجئناك بما كانوا فيه يمترون فأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من النين واتبع أدبارهم ولا ينتفت منكم أحد وابدوا حيث تؤمرون وقضينا لليه ذلك الموء فالنذابر هؤلاء قطور مخبئين وجاء أهل المدينة يستمشعون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تضحون واتقوا الله ولا تخذون قالوا أولم لنهك عن العالمين قال هؤلاء مناك إن كنتم فاعبين فعمرك إنهم في سكرةهم يعمهون فأخذكم الصريحة أشرقين فجعلنا عينها سافرها وأمبرنا عليهم إجاوة من سجين إن في ذلك آيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقين إن في ذلك آيات للمؤمنين فإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقلنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقل كذب أصحاب الحجير المرسلين فآتيناهم آياتها فكانوا عنها معظيم فكانوا ينشتون من الجبال بموتا آمين فأخذتهم الصيحة مصرحين فما أغنى عنهم ما كانوا يحسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة آتية فاصفح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المداني والقرآن العظيم لا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أسواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفر جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فالرب ألنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمن وأعرف عن المشركين إنا جفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يقيق صدرك بما يقولون فسبح لحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يحفيك اليقين الله أكبر سمع الله إمن حبله وكنائك الحام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وملافر ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أفقالكم إلى بلد لم تكونوا بالره إلا بشق أنفس إن ربكم لرغوظ رحيم والخير والبقال والحمر التركبها وزينة ويخرق ما لا تعلمون وعلى الله قصل السبيل ومنها جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ما هل لكم من مجرم ومن مجرم فيه تسيمون ينبت لكم من الزرع والزيتون والنخين والأعلام ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وسقركم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سقركم بأمه إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سقر البحر لتأكلوا منه لحمه طيّا وتستخرجوا منه حمية تلبسوها وترنكم كموافر فيه ولتبدأوا من فرمه ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا تبيد بكم وأمهارا وسولا لعلكم تهدلون وعلى ماء ومن نجم يهدلون أفمن يخلق أمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تبدوا نعمة الله لا تكشوها إن الله لغطور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين يلعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير وحياء وما يشعرون أيها لا يبعثون إلهكم إله واحدة فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منترة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يؤمنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم هذا أنزل عرضهم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يبنونهم بغير حد ألا ساها يزرون قد ذكر الذين من قبلهم فأتى الله بنياهم من القوارب فقر عليه مستقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة لخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذي يبوث لهم من الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذي يتوفاهم الملائكة رامي أنفسهم فألقوا السلام ألقوا السلام ما كنا نعبد من سوء بلى إن الله عنين بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم طالبين فيها فلا بحسبت والمتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل عبدكم قالوا خيرا إن الذين أحسنوا فيها به الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خير ولا نعمى دار المتقين جنات علي يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يبزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طالبين يقولون سلام عليكم القل جنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أصادهم سيئات معهم وحقرهم مما كانوا به يستهدقون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على وسره من بلاء المبين ولقد معتنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ويغنبوا الطاوط فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحص على هداهم فإن الله لا يهدي من يذل وما لهم من ناصرين وأغسلوا بالله جهد أيمانهم لا يبعد الله من يموت فلا وعزم عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لبينه الذي يختنفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لكم فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسن ويأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى رجلهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النور إليهم فاسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزمر وأنزلنا إلى الكفر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعنهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله به الأرض أو يمفيهم العذاب من حيث لا يشعون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخرف أو يأخذهم على تخرف فإن ربكم رؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن يمير والشمائل سجدا لله والداخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكررون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمنون الله أكبر فقال الله لا تتخذوا إلى هينكين إنما هو إياه واحد فإيا يفرهمون ولهما في السماوات والأرض وله الدين وعصبا أفوير الله تتقون وما لكم من نمة فمن الله ثم إذا مسكم الضروف إليه تجعون ثم إذا كشفوا الضر عنكم إذا فريد منكم بربهم يشركون يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويفعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم كالله لتسألن عما كنتم تختارون ويشعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مصودا وهو قضين يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسقه علىهم أم يرسموا في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون للآخرة مثل السوء ولله مثل الأعلى ولله مثل الأعلى وهو العزلز الحكيم ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقديمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنته الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفارون يا الله لقد أرسلنا إلى أم من قبلك فزيّن لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اللوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزلنا السماء ماء فأحياره الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام العبارة نسقيكم مما في بطونه من بين فوف ودن لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاجدين ومن ثمرات النخي والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسانا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم كري من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلنا يخرج من بطومها شراب مختلف ألوانه فيه شفاك للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خالقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرهل العمر للك لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قبيل والله قضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين قضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواك أفد نعمة الله يجهدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم كليم وأفدكا ورزقكم من الطيبات أفد الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضيبوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا أن يستمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثال رجلي أحدهما أبكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أين ما يوجهه لا يأتي بخيره أن يستويه ومن يأمر بالعدي وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كنم في البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطول أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والآلصار والأفدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخات في جو السماء ما ينزقهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إضامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أتاة ومتاعا إلاحين والله جعل لكم مما خلق فلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحظ وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينفعونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل رمد شهيدا ثم لا يخذنوا للذين كفروا ثم لا يخذنوا للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ضاموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينفرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنكم كابرون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زلناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم بجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعرفكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين قضت رسلها من بعض قوة أنكازا تتفكون أيمانكم دخلا بيكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تفتركون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم أعملون ولا تتفروا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتتوق السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عداد عظيم ولا تشفروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله ذاق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فلم حينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشردون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما يمزل والله أعلم بما يمزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزل هروف القدس من ربك بالحق ليسبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجرين وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يتقل كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولاك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مضمئن بالإيمان ولكن من شرح بالغفر صدرا فعليهم قضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدم قوم الكافرين أولئك الذين قبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصار وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تشادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مجلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لقير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاب فإن الله بخور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألزنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين افترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يطلمون ثم إن ربك للذين عملوا سوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قامتا لله حنيفا ولم يأمن المشيكين شاكرا لأنعوه جتداه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما يجعل السبط على الذين اختافوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختركون ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعبة الحسنة وجادلهم بالذي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهددين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين واصبر ونصرك إلا لله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكون إن الله مع الذين اتقوا والذي هم محسنون اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأخب الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب سماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق إبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدريك اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافي وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطي وصيف عنا برحمتك شر ما قضي إنك تقضي ولا يقضى علي إنه لا يذل من ولي ولا يعز من عادي تبارك ربنا وتعالي اللهم اقسم لنا من فشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهلن به علينا نصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبذنا أبغيتنا واجعل هلوائس منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا نبلغ عيننا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصبح لنا شأننا كله أصبح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا يا ربنا ويا مولانا ويا إلهنا ويا خالقنا اللهم فرد هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المقروبين وقردين علي المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أنجي المؤمنين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنجي إقواننا المخوان المستضعفين في فلسطين اللهم فرد همهم اللهم نفس كربهم اللهم وحس رفهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك باليهود الغاصلين اللهم شكك شمهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم اللهم سلق عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وانفقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين لرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والدائعين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا قوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذري زمن حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بي إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن نعوا كبيرا فإذا جاء وعدوناهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد جازوا في آل الديار وكان وعدا مفولا ثم ودلنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال ومنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلنا فإذا جاء وعدو الآفرة ليسوقوا وجوهكم وليدقوا بالمسجد كما دقمه أول مرة وليدبروا ما علم تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن حدتم عدى واجعلنا جهنم للكافرين قسيرا إن هذا القرآن يهدي للذين يأطرم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان في الشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مغصرة لتبتأو لتبتأو فطلا من ربكم ولتعلموا عدل السهين والكساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طاهره في حوقني ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من يشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدا فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزواز وتوزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعك رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متى فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده قديرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم دعلنا له جهنم يصناها مجلوما مدهورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لهم ممد هؤلاء وهؤلاء من عضاء ربك وما كان عضاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفديلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مطولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك ذو أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أثي ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفر لهما جماعة ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وهورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبدر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كثورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولا إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مدوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويضدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم حشية إلا نحن نرزقهم وإياكم إن قد لهم كان قطعا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساس بيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ثلطانا فلا يسرف في القتل فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا ما لم يكن إلا بالذي أحسن حتى يبلغ شدة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا الكيل إذا أكلتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن كأويلا ولا تقربوا ما ليس لك بني علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ماه كان عنه مسئولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تقرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدكورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتقذ من الملائكة لناذا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لدتقوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه لتسبيحهم إنه كان حريما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكينة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن واحده ولوا على أدبالهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقولوا طالبون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا انظر كيف ضربوا أكى الأمدال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لنفعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فضركم أول مرة فسينجدون إليك رؤوسهم ويقولون مداه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل عبادي يقولوا الذي هي أحسن إن الشيطان ينزر بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على فعده وآتينا داود ذبوا قل دعوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكونك اشهب ترد عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يكتبون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذقوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن جذب بها الأولون وآتينا تموذ الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك حاط بالناس وما بعلنا رؤيا التي أريناك إلا بثنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخرفهم فما يزيدهم إلا طويانا جبيرا وإذ قلنا للملائج اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن فلق تقينا قال أرأيتك هذا الذي جرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن درية إلا قليلا قال اذهبت من تبعك منهم فإن جهنم جزاءكم جزاء مهورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بقيمك وردلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتعوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مزكم الظروف في البحر طلق لن تدعون إلا إيام فلما نجاكم من ألبن أعرضكم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانبا أو يرسل عليكم قاصفا ثم لا تجدون لكم وكلا أمنتم أن يحيدكم في نتاعة قفرا فيرسل عليكم قاصفا من الميح فيرسل عليكم قاصفا من الميح فيغلقكم بما كفلتم ثم لا تجدون لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بالآدم وحملناهم في البدر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تحقينا لوم نبوا كل أولاس بالأمين فمن ألثي كتابه بيمينه فهلائك يقعون كتابهم ولا يظلمون فكيلا ومن كان فيها به أعمى فهو في الآخرة أعمى ورزقنا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفقلي علينا غيره وإذا لك تخذوك خليلا ولولا أن تبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لا تقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا لا يستخزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبتون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد سنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى رسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لذنك سلطانا نظيرا وقل جاء الحق وساق الباطل إن الباطل كان سوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا قسارا وإذا أنمنا على الإنسان أعرضان آبتان به وإذا بزه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته أربهم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا ضليلا ولئن شئنا لنذهبنك الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن صد له كان عليك كبيرا قل لي اجتبعت الإنس والجن على أن يأخو بمثل هذا القرآن لا يأخو بمثله ولو كان بعدهم لبعض ظهيرا ولقد صرتنا للناس في هذا القرآن من كل مدل فأبى أكثر الناس إلا كثورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تكتر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نكير وعنب تكتر الأنهار خلالها تكتيرا أو تسقط السماء كما زعمك علينا بسفا أو تكتر بالله والملائبك طبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إبداءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة ليمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفا بالله شهدا بيني وبينكم إنه كان بعباده قبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنا كلما خبت جدناهم سعيرا ذلك جزاءهم بأنهم كفهوا بآياتنا وقالوا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعثون خلقا جديدا أولم يعو أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبر ظالمون إلا كفورا قل لو أنكم تملكون قزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الانفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسألني بإسرائيل إفجاءا فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستجزهم من الأرض فأبرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لفني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآفرة جئنا بكم مفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكفر ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا يؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يكلى عليهم يخبرون للأغطار سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأغطار يدكون ويزيدهم كشوعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وتكبره تكبيرا الله أكبر اتبع الله لمن حمده وينذر الذي يطال اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعل تباخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينها لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا نجاعلون ما عليها صعيدا جلزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصار ما نبثوا أمدا نحن نقص عليك لبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وغطنا على قلوبهم لقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آمنة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أبلا ممن افترى على الله كذيبا وإذا احتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأروا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرتبا وترى الشمس إذا قلع التزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقلقهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهكب ومن يقلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم ربودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط دراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرار ولمبئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فيه الذين ولن تخلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم لنعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها فذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لندخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قال ربي أعلم بعددهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء غاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهبهم ثلاثمئة سرية وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غير السماوات والأرض أرصبه وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ومن تجد من دونه ملتحتا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداد والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة في الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكينا واتبعا وهو قال أمره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليدفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سراجقها وإن يستغيثوا يراثوا بما إن قلوا ليشوي الوجود بإكس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من جهب ويلبسون ثيابا خضرا من سنفس واستبرط واتكئين فيها على الأراحك نعمة ثواب وحسنة مرتفطا واضرب لهم مثل الغدلين جعلنا لأحلهم جنتين من أعناب وحففناهما بأخن وجعلنا بينهما زرعا كلك الجنتين آتت أكلها ولم تغن منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له سمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره ألا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنده وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من ترابا ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترى أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤذيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها قورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول لا ليتي لم أشرك بربي أحدا ولم تكن لموثئته ينصرونه من دون الله وما كان من تسرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشيما كثروه الرياح وكان الله على كل شيء مقدرا المال والبنون زيلة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلن نقادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمكم أن لن نجعل لكم موعدا واضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون لا وين تماما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصانا ووجدون عملوا حاطرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للمنائك في السجدور آدم فسجدوا إلا إبريس كان من الجن ففسق عن أمر ربك فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بكسر الظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبطا ورأى المجربون النار ورأى المجربون النار وغنوا أنهم واقعوها ولم يزدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما مرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجارل الذين كفروا بالباطل ليدحروا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هذوا ومن أظلم ممن دكر بآيات ربه فأعرض عنها ومسي ما قدمت يداه إنا دعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذارهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا فربك الغفور بالرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجلهم العذاب فلهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا فتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر أو أنضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسياحوا فهما فاتخذ سبيله في البحر سربا لما جاوزا قال الفتاه آتنا رجاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أولنا إلى الصفرة فإني نسيت الحوت وما أنسى ليه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علم فرشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركما في السفينة فرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقي أهلا من فقدله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من ذنبية أمطلقا حتى إذا أتيا أهل فرشة استطعما أهلها فأبوا أن يغيفوهما فوجد فيها شدار يريد أن ينطف أقاما قال يوسئ فلا تخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لما ساكين يعبدون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأهد كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما ضغلا وكفرا فأردنا أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمي ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عند القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمر لا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تضمع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبعكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات فردوس نزلا خالدين فيها لا يبرون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا الله الله أكبر سمع الله لمن حمد وفلا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا فلم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي بهورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكان بمرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عكيا قال كذلك قال رب جأو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وضرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فاذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي يهين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جدع النخلة قالت يا ليتني مد قبل هذا قالت يا ليتني مد قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجدع النخلة تساغط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمكرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهر يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين فأنذرهم يوم الحسرة إلقضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريد الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فاذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأدك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخذ وإن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إلراهيم لئن لم تنتخي أرجمنك واحجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما تزلهم وما يعمدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخا بهارون نبيا فاذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا فكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند أربه مرضيا فاذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إلى تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوق يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأديا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يدقو الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جزيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صيا وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونبوا الظالمين فيها جتيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كبروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نتيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمجد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساع فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيبان اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونود له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيغفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضبا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهن مولدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتغطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال عدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم عدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتوشر به المتقين وتنذر به القوم اللدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا الله أكبر سمع الله لمن حميد بنا ويدي الحمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فقال لأهلهم خذوا إني آمست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أواجد على النار هدى فلما أتاها نودي أياه موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخذرتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بعمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمه وأهش بها على غنمه ولي فيها مآرب أخرى قال ألغها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واغم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنويك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طرى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشتد به أزري وأشيكه في أمري يجد سفحك كثيرا ومذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد ملنا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه بالتاموت فأقذ فيه باليام فليلقي اليم بالساحل فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ويتسمع على عيني إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يقفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفدناك ختونا فنبت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطلعتك لنفسي إذهبا لدوا أخوك بآياتي ولا تنيا في لكي إذهبا إلى فرعون إنه طرى فقولا له طولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاختياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعلهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علم آعن ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعلكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سهلا وأنزل من السماء ما فأخرجنا به أزواجا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قلوا وضعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لئنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكلم وأبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلمأت أنك بسحر نذله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعلكم يوم الزينة وأن يحشر أن ما سطحا فتولى فنعون فجمع كيته ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضهم يريدان أن يخرجاكم من أرضهم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيتكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم ما نستعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه حيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطع أن أينيكم وأرجلكم من خلافهم ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نغذرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فطب ما أن تقام إنما تضي هذه الحياة الدنيا إننا آمنا بربها ليغفر لنا خضايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا طنعا للصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجي من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فطرب لهم طريقا في البحر يمسا لا تخاف بركا ولا تخشى فأتبعهم برعون بذرونه فرشيهم من اليمن ما رشيهم وأضل برعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جارب الضوء الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه ولا تضغوا فيه فيحل عليكم وضبيه ومن يحلم عليه غضبي فقد هوى وإني لغفاء لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أدري وعجلت إليك ربي ترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه مغبان أسفا قال يا قوم ألم يعبكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أي حيل عليكم وضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حمنا ولكننا حمنا أزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجرا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أما يربع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إننا فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرفع إلينا موسى قال يا هارون ما ملعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ برحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل قال فما خطبك يا سامرين قال بصرت بما لم يبصروا به فضبت قبضة من أثر الرسول فنبدتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهر فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لم تفلف وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في الهم نسفا إننا إله بن الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبقوا وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينطف في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زوقا يتقافجون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنثلهم طريقة إلا بثتم بالله يوما ويسألونك عن الببار فقل ينزفها ربي نسفا فيلوها طاعا قصبا لا سرى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا لا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمسا يومئذ لا تنفع الشباعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو نؤمنهم فلا يخاف ظلما فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب جدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة استروا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجه فلا يخرجنكما من الجنة فلتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغنأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم فاذأذلك على شجرة الخلق وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخطفان عليهما من الله في الجنة وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا قال اهبقى منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يهدينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضر ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرت لي أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أدتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزه من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدمهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في المساكنين إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سببت من ربك لكان الزانا وأجل مسمى فصل على ما يقولون فسبح لحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار فسبح وأطراف النهار لعلك ثوضى ولا تمد أن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم يهرز الحياة الدنيا لنسلهم فيه ورزب ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة وافطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ويعابم دل التقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي إن بينكما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أوسلت إلينا رسولا فأتبع آياتك من قبل أن ذل ونخزى قل كل متربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة مقرضون لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية طلوبهم وأسروا النجوى الذين غلبوا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا الله أحباب بل افتراه بل هو شاغر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أباهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوتيه إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يكلون الطعام وما كانوا قائدين ثم طلقناهم معذبا جيناهم ومن نشاء أهلكنا المسيطين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقد انقصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرتبون لا ترتبوا ورجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمون فما ذلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذب بالحق على الباطل فيجمعه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض فمن عنده لا يستنفرون عن رباده ولا يستحفرون يسبحون الليل والنهار لا يكترون أم اتخذوا آلهة من الأرض من ينشرون لو كان فيهم آلهة إن الله لا فسدتا فسبحان الله رب مرشع ما يصفون لا يسأل عما يفعل وهو يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانة هذا ركر من معنى وركر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فمنحضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نطيه ليه أنه لا إله إلا أن تعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسفقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن يرقضى وهم من خشبه مشفقون ومن يقول منهم إني إلى هم من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت أطفا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تبيد بهم وجعلنا فيها بجاجا سورا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها مرعظون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسمحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق أفهمت فهو الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذوا لك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر وحبار هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آيات فلا تستعدلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن ذوين النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون أل ترتيهم بغتة فترهتهم فلا يستطيعون ربتها ولا هم ينصرون ولقد استهزئ برسل من قبل كفحاق الذين سخروا منهم ما كانوا به يستفزئون قل من يتلقوا بالليل والنهار من الرحمن فلهم عن ذكر ربهم مببضون أمنهم آلية تمنعهم من دون لا يستطيعون أفر أنفسهم ولا بنا نفحبون بل متعنا هؤلاء وأباهم حتى قال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسبع سن الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مسكم نبحكم من عذاب أربك لا يقومن يا ويمنا لا يقومن يا ويمنا إنا كنا ظالمين ونضعوا الموازين لإصدر يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مطال حبة من خردين أتينا بها وكفى بنا حاسمين ولقد آتينا موسى وهارون الفرطان وضياءهم بكر المتقين الذين يحشون عبهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا بكر مباوة أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما ها به التمافير الذي أنتم لها عادكون قالوا وجدنا آباء لا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالعق أم أنت من الناعبين قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأبعنا ذلكم من الشاهدين وتالله ما شيدن أخنابكم بعد أن تملوا مدبرين فجعلهم زدادا إلا كبيرا لهم لعنهم إليه يرجعون قالوا من بعد هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتا يدفعهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعنهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم لكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حبكم ونصروا آلهتكم إن كنتم فعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأراجوا به كيدا فجعلناهم الأخسين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإداء الزكات وكانوا لنا عابدين ولوطا آجيناه حكما وعيما ولجيناه من القرية التي كانت تعمل الخمائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ويوحن إذنا من قبل فاستجبنا له فلجيناه أهله من القرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أبمعين وداود وسليمان من يحكمان في الحظ إذ نفشت فيه قلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آدينا حكما وعيما وسفرنا مع داود الجبال يسبحنا والطيب وكنا فاعلين وعلمناه فمعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان أبيع عاطبة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يروفون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوبا إذن أدعبه أني ما سيضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فجشتنا ما به من ظرهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وفكرى للعابدين وإسناعين وإذن يسودا كثم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهبوا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فلادى في الظلمات فلادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ولجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وستريا إذ نادى ربه ربنا جذرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصرحنا له زوجة إنهم كانوا سائعون في الخيرات ويدلوننا غربا ورمد وكانوا لنا خاشرين والتي أحصلت أرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها ورنها آية المعالمين إن هذه أمتكم ضمة واحدة وأنا ربكم فاحبدون وتقطعوا أمرهم بينهم ترين إلينا رارعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كافرون وحرام على قرية أهلئناها أنهما يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدل ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين جفروا يا ويلنا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين جفروا يا ويلنا قد كنا في رفنة من هذا فالكنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله لحصة جهنم أنتم لها وائدون لو كان هؤلاء آيات من ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سلقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا نحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملايكة هذا يوم وتتلقاهم الملايكة هذا يوم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماك ضي السجن للكتب كما بذأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاغلين ونقد كتبنا في السبور من بعد الذكر أن الأرض يرفع عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سوار وإن أدري أقيم أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكون وإن أدري لعلهم فتنة لكم ومتاع إلهي قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر سمع الله لمن أبنه ربنا لك الحال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أن يشادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مليل كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب سعيد يا أيها الناس إن كنتم في غير من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم قفلا ثم يتبنوا أشبتكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيج ذلك بأن الله هو الأقوى أنه يحلل الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن ساعة آفية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الحبور ومن الناس من يشادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مني ثاني عقبه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خذ ونبيقه يوم القيامة عذاب الحبيق ذلك بما قدمت يدات وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حر فإن أصابه خير نقمان به وإن أصابته فتنة من طلب على وجهه قسر الدنيا والآخرة ذلك هو القصرال المبين يجعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يجعو لمن ضره أقاب من نجعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعلموا الصالحات شنات شنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب من السماء ثم ليقضع فلينظر ليذهبن كيد ما يريد وكذلك أنزلناه آيات بجنات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصار والمجوس والذين أشركوا إن الله يحصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تع أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوار هو كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهم الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله أكبر هذا من قصمات قصموا في ربهم فالذين كفروا قدع لهم ثياب منها يصبوا من ذوق رؤوسهم الأميم يصهره ما في بقولهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غن أعيدوا فيها أعيدوا فيها ودوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصابحات شنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولقمؤام ولباسهم فيها أعير وهدوء إلى الطيب من القوم وهدوء إلى صراط حميد إن الذين تفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاب بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشيكني شيئا يطهر بيتي للطائفين والقائمين وغكع السجود وأدنوا في الناس في الحج يأتوا كجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفخير ثم ليقضوا تفتهم وليوقوا نذورهم من يطلقوا بالبيت العديق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ورثلت لكم الأنعام كلا ما يتلى عليكم فجتنبوا رجس من الأوفان واجتنبوا قول الزوق حنفاء لله غير مشركين به حنفاء لله غير مشركين به ومن يشيك بالله فكأن ما خرمي السماء فتخططه طير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجر مسمى هم محلها إلى البيت العديق ولكل أمة جعلنا منسجا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسم وبشر المفددين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصادرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلنا لكم من شعار الله لكم فيها قليل فاذكر اسم الله عليها صلاة فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكذر الله على ما هداكم ودشر المحسين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن الذين يقاتلون لأنهم ظلموا فإن الله على مصر لقدير الذين يخرجوا من ديالهم في غير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيعا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الغمور وإن يكذبوك فقد قدمت قبلهم قوم روح وعاد وزمود وقوم إبراهيم وقوم لور وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قوية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معقلة وقصر مجيد أفلم يسيعوا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آدان يصنعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن ولكن تعمل قلوب الذي في الصدور ويستعزدونك بالعباد ولن يخلق الله وعده وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا كنذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصابحات لهم مرضرة ومزر كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين هدائك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قدر من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أميته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته الله عليم حكيم فيجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الضالمين في شقاق بعيد ويعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتحبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا صائحات في جناب النعيم الذين كفروا وكذبوا بآياتها فأولئك لهم عذاب مهيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أوماء ويرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله هو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بفي عليه لينصرنه الله إن الله العفور غفور ذلك بأن الله يوليش الليل في النهار ويوليش النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دومه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تعى أن الله أنسى من السماء ما هم فتصبح الأرض مخضرة إن الله لقيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد أين ترى أن الله سخى لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله للناس لرغوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لففور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا يناسعنك في الأمر وابع إلى ربك إنك العلاه أن مستقيم وإن شادلوك فقر الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة كما كنتم فيه تقديرون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له به علم وما للظالمين من نصير وإذا كتلى عليهم آيات نابيات وتعرف في رجوع الذين كفروا مده يتابون يسلون بالذين يتلون عليهم آيات مام قل أفنبئكم بشر من ذلك أنه عدى الله الذين كفروا بئس المصير يا أيها الناس قرب مثل فاستنعونه إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ويوث تمعونه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقصوا منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حقا قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفه وإذا الله ترشع الأمور يا أيها الذين آمموا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون الله أكبر الله أكبر وجاهدوا في الله قط جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من أرجه ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الثكاة وعقصوا في الله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله أكبر سمع الله بمن ثمد ربنا ونخلح اللهم اهدنا في من هديه وعافنا في من عافيه وتولنا في من توليه وبارك لنا في ما أعطيه واصرف عنا برحمتك شر ما قضيه إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من وليت ولا يعز من عاديت كبارك ربنا وتعاليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معزيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم لأسناعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الله الجنة هي داغنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسأل فالجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعادك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفل السرب المكروبين وقضل دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترامتاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم ردنا إليك ردا جميلا عاجلا غير آجل اللهم رد أمة محمد إليك ردا جميلا عاجلا غير آجل برحمتك يا رحم الراحمين اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيبه بأيبك وهيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفق جميع أولا في أمور المسلمين لما تحبه وترضى اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارح على عددك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وكابعين ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والآخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن القلب ثم إنكم بعد ذلك لم يتم ثم إنكم يوم الإيامة تبعتون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائقاً وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهب به لقابرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشيرة تخرج من قول سيناة تنبت بالدهن وسبع للآكين وإن لكم في الأنعام العبرة نسيط مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتكون فقال الملو الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائجا ما سمعنا بهذا في آبالنا الأولين إنه إلا رجل بني جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أنصنا الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمونا وفارد النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم موقود فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبدلين ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملو من قومه الذي يكفروا وكذبوا بلقاء الآفرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أضعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لقاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعتون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبروفين إنه إلا رجل مخترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأثرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فبعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهددون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قراء ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم أتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فلحون فذرهم في غمرهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشرون إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطقوا بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولن أعمال من دون ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مصرفين بالعذاب إذا هم يجعرون لا تجعروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تثلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكفرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق وهواهم لكسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراجوا ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكمون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتقرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا بعذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله خلاف الليل والنهار أفياك عقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مثنا وكنا تغابا وعظاما أئنا لمبعثون لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا ساقير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتكون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذا فكل علان بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما نشركون قل رب إما تنيني ما يوعدون رب فلا تجعل لي في القوم الظالمين وإنا على النري كما نعذهم لقادرون ادفع بالذي هي أحسن السلية نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزاك الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعتون فإذا نفق في الصور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتسالون فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين قسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفحوا جرههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شطوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فلم عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العدد قال إن لبثتم إلا طليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدر مع الله إلا أنه قالا برآن له به فإنما خسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب يغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر سمع الله لمن حمد وقنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجردوا كل واحد منهم مئة جلبة ولا تأخذكم بهما وقفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقفلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله وفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله دواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفع عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم اكتسب من الإفع والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموا مظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفع مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما فضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقوا له بألسنتكم وتقولون بأخوانكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا ببتال عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله روف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأترئوا الفضل منكم والسعة أن يقتوقوا للطلب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو واليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرهون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستهنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزدى لكم والله بما تعملون عليهم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاعا لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتون قل للمؤمنين يغطوا من أبصارهم ويحفظوا خروجهم ذلك أزدادهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغططن من أبصارهن ويحفظن خروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليطلبن بخورهن على جيوبهم ولا يبدين زينتهن إلا ربعونتهن أو آبائهن أو آباء بعونتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهم أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غيروا للإربة من الرجال أو القفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يطربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنبحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليهم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبترون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البضاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرب الحياة الدنيا ومن يكهن فإن الله من بعد إكراهن مخور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبركم وموعظة للمتقين الله أمر السماوات والأرض مثل نوره بمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوب من دري يوقب من شجرة مباركة زيدية لا شرقية وها ربية يكاد زيتها يضيب ولو لم تمسسنا نورا علىه يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم يسبح له فيها بالغدور والأوصار رجال رجالها تنهيهم تجارة وما بيع عن ذكر الله وإطام الصلاة وإطاء الزكاة يخافون يوما تتقلوا فيه القلوب والأبصار إن يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضل والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم تسراب بطيعة يحسروا الظنآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا وهو مسريع الحساب أو كظلمات في بحر الجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل أم قد علم صلاةه وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله منك السماوات والأرض وإلى الله المصير أم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله مركانا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصدقه عن من يشاء يكاد سنا برده يذهب بالأرصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لبن الأبصار والله خلق كل دعبة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجله ومنهم من يمشي على أربع يخرج الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات بيناتهم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك ونا أولئك للمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مردون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مفعينين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخوفون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قولهم منين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفرحون ومن يبعي الله ورسوله ويخشى الله ويبطي فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وإن تطيعوا فاهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصائحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدننهم من بعد خوفهم أم لا نعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومقواه النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جواهم بعدهم قوافون عليكم بعضكم على مع كذلك يبين الله لكم الآلات والله عليهم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آلاته والله عليهم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون ركاحا فليس عليهم جناح فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهم غير التبرجات من زينة وأن نستعففن خير لهم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بلوتكم أو بلوت آبائكم أو بلوت أمهاتكم أو بيوت إخواركم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواركم أو بيوت خالاتكم أو ما ملقتم مفاتحه أو صدلتكم ليس عليكم جناحا أن تأكلوا جميعا أو أستاءتا فإذا دخلتم بيوتا فسلنوا على أنفسكم تحية من عند الله باركة طيبة كلا بك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذل لمن شد منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فاليحدى الذين يخارفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن الله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعوا إلىه فينبئوا بما علموا والله بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله ويمن حمد رب يا أميك الكام الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخرقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفقوا افتراه وأعانه عليه قوم الآخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساقير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزلهم لن يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان مفورا رحيما وقالوا ما لها للرسول يأكل الطعام وينشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنزا أو تكون لنجنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتوا من مكان بعيد سمعوا لها تضيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مفرني مدعوا من ذلك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وابعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي يعدلت تكون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها من شاء ونخالدين كان على ربك وعدا من مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أمن ضلوا سبيل قالوا سبحانك ما كان من بجلنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولن تمت تعدهم وأولياءهم حتى نسوا الذكرى وتاروا قوما مبورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستغيعون صرفا ومصا ومن يظلم منكم مدته عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعدوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستضرا وأحسن مقيلا ويوم تشفف السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق والرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسوم سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذت لانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إرجاني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادلا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنتبت به فؤادك وردتلناه ترقيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا انتبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أبلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا فهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلاه هو هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظلم ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليدكه فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تبعي الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج فجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا كل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له سلول الرحمن قالوا وما الرحمن أنسدوا لما تأمرنا وزادهم نفورا الله أكبر الله أكبر الله أكبر تبارك الذي جعل في السماء بوجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أتاما بضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله أخورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا قراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلها من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين عماما أولئك يجزون الغرفة بما صدروا ويلقون فيها ذحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعفق بكم ربي دولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر سمع الله لنا الحميدة حبنا ولد الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك بافعوا نفسك أن لا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم عرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبثنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فإذ نادى ربك موسى أن ائتل قوم الظالمين أوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويطيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فطولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فقررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لإن اتخذت إلها غير إلا فعلنك من المسجونين قال أولو ذئك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي فعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيطاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بزحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وما في المداء الحاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى أعصاه فإذا هي ألقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لا أفطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلفنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقربون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المداء الحاشرين إن هؤلاء شرتمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين لما دراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديهم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنتينا موسى ومن معه أجمعين ثم أضربنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين فإن ربك لهو العزيز الرحيم واتنوا عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون واتنوا عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدون لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فتبكبوا فيها هم والغاوون ودنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يخصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أبر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي له تشعون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تهده يا نوع لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنا نجيناه ومنعه في الفلك المشحوم ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآدى وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل إيه آية تعبتون وتتخذون مصارع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جباهين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواهم علينا أوعرت أم لم تكن من الواعرين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما ها هنا آمين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فاريين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسيفين الذين يفتدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه نافة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقرها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتفقون إني لكم رسول أمين فاتفقوا الله وأضيعون وما أسألكم عليه من أجل من أجل إلا على رب العالمين أتتون الذقان من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخاجين قال إني لعملكم من الطالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتفقوا الله وأضيعون وما أسألكم عليه من أجل من أجل إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخصرين وزنوا في القصص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعدوا في الأرض مخصرين ودقوا الذي خالقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الفالدين فأسبط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم فيما تعملون فكلبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل فيه روح أميم على خلبك لتكون من المنذين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليه إما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المفرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم مردة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن موضرون أفبعنا بنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنهين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها ملعون فكرة وما كنا ظالمين وما تنزلت فيه الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا الله إلى أن آخر تكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأطرقين واختب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساددين إنه هو السميع العرين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاق أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون ألم ترى أنهم في كل واني يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا عنهم الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما علموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمقلبي يمقلبون الله أكبر الله أكبر صحي الله لمن حمد عبنا ولف الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صحي الله أكبر الله أكبر سأتيكم منها بخبر سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب وقبس لعلكم تصفلون فلما جاء نودي أنبوي كمن في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رأها تهزك أن أجانه ولا مهدرا ولا مهدرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني ما يخاف لدي المرسلون إلا معظمتهم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيطاء من غير سوء في تسع آيات إلى فبعون وقوم إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مرسرة قالوا هذا سعر مبين وتحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزهون حتى إذا أتوا على وادنا مقالت نملة يا أيها النمل دخلوا ودخلوا مساكنكم لا يحبننكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ظاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والي لي وأن أعمل صالحا لترضوه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شهيدا أو لا أذبحنه أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلقان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحضن وجدتك من زبئ بنبئ يقين إني وجدت مواتا تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عوش عظيم وجدتها وظومها يسدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهدلون ألا يسدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العوش العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال سنور أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هالا فألقه إليهم ثم تول عنهم فهوظر ما لا يرجعون قالت يا أيها الملو إني ألقي إلي كتابه كريم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملو أذكوني في أمري ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون قالوا نحمل قوتي وألو بأسي شديد والأمر إليك فاوظر ما لا تأمرين قالت إن الملوك إذا نخلوا قرية أفسدوها ويعلوا أعزة أهلها أذين وكذلك يفعلون وإني موزلة إليهم بهديتهم فلا أدون بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أدوني دونني بمال فلا هدى لي الله خير من ما آفاكم بل أنزوا بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرج أنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملوك أيكم يأتي لي بعوشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفيد من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من نطانك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكساب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما وآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني وانجرين قال نكر لها عرشها لا أمضى تهبدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيلها كما عرشه قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما وعته حسبته نجدا وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوائين قالت ربي إني ولم تنفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ذهود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فيقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل لات القوم تخدمون وكان في المدينة جسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقسموا بالله لنبيت أنه وأهله ثم لا نقول أن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لخوابقون ومكعوا مكرا ومكعنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكيهم أننا نمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم قوية بما ظلموا إنه مالك آية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا لنوطهم من قولتكم إنهم ناسوية طهرون فأجيناه وأهله إلا رعته غدرناها من الغابين وأمضرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أم من خلق السماوات والأرض وانزل لكم من السماء ما أنفتنا فأنفتنا به حدائق لتبهجة ما جال لكم أن تنبتوا شجرها أإلا هم الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قراء وجعل خلالها أنهار وجعلها رواسيا وجعل بين البحرين عاجزا أإلا هم الله بل أكثرهم لا يعلمون أم من يجيب المطر إذا دعابوا يكشفوا السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلا هم الله قليلا ما تذكرون أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإلا هم الله تعالى الله عما يشكون أم من يبدأ الخلقة ما يعيه ومن يرزقكم من السماء والأرض أإلا هم الله قل هاتوا فرها لكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ابدارت علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عدون وقال الذين كفروا أئذا كنا دعابا وأباؤنا إنا لمخرجون لقد عدنا هذا نحو أباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطر الأولين قل سيروا في الأرض فانظوا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما يكون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ودف لكم بعض الذي تستعزلون وإن ربك لك تظن على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون وإن ربك لا يعلم ولكم صدور وبا يقيمون فما من آئبة في الزمال والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يرس على من إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون فإنه لودا ورحمة للمبين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العمين فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع النوت ولا تسمع صم الدعاء إذا وله مدمرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من مؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القوم عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض يكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم أحروا من كل أمة ثوجا ممن ينكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أنكذرتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون ووضع القوم عليهم بما ظنوا فهم لا يوضعون ألم يروا أننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مصرا إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل من أثور الآخرين وتعال جبال تحتمها جاملة ويتمور والسحاب صنع الله الذي أتخل كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحساد فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوبهم في النار فكبت وجوبهم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حربها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتنوا القرآن فمن افتدا فإنما يهتدي لنفسك ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتغيقونها وما ربك بغا فيما ما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ويخي الحمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله 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 فوجد فيها رجلين يقتكنا لهذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغرثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجزه موسى فقطع عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فوفر له إنه هو الوفر الرحيم قال رب بما أنعمت علي فأن أكون وهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقبا فإذا الذي استنصره بالأمس يستطرخه قال له موسى إنك لغي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدوه لما قال يا موسى قال يا موسى تريد أن تقتل منك ما قلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المفرقين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الماء يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن يدى من الناصرين أخرج منها خائفا يترقب قال ربي أجري من القول الظالمين ولما توجه في القاء مدينة قال عسى ربي أن يهدي بي سواء السبيل ولما ورد ما مدينة وجد عليه أمة من الناس يسفون ووجد من دونه أمواتين فدولان قال ما خطبكما قالت لا نسي حتى يصدر الدعاء وأبونا شيخ كبير أسقى لهما ثم تغلى إلى الظلم فقال عرف إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخذ جوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير ما استأجرت القرير الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتين هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني فباري حجر فإن أتممت عشرة فمن بنتك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن جاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكين فلما قضى موسى الأجل وسار أهله آنس بالجانب الطول نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعل أتيكم منها بخل أو جدوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نوريا من شاطئ الواد الأيمن في البطعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا القعصاك فلما رأها تهزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسنك إلك في جيبك تخوج بيضاء من غير سوء وظنم إليك جداحك من الرهب فذلك برهانا لمن ربك إلى فرعون وملعه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخف أن يقتلون وأخي هؤل هو أفصح مني لسانا فأرسله بأي لأن يخذقني إني أخف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصعون إليكما في آياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بذياتهم قالوا ما هذا إلا سح نفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال موسى رب أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تقول له عاطبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إياه غيري فأوقر إياها ما نعاقيري فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إياه موسى وإني أظنه منها الكاذبين واستقاه وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في يمث وظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة فيوم القيامة هم من المقروحين ولقد آتينا موسى الكتاب بعد ما أهلكنا القرون البولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربين قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولاجر رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فأما جاءه الحق من عندنا قالوا لولا أوتيت لما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل الكافرون قل فأتوا بكتاب من ذله وأهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لتفعلم أنما يترعون أهواهم أمن أظل ممن اتبع هواه بغير مدى من الله إن الله لا يهدر قوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتعى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين هلائك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفعون وإذا سمعوا اللقوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجائرين إنك لا تهدي من أحفظت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتقفف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آبنا يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية قضرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسهم من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعت في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أفيد من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنكم تزعمون قال الذين حط عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا فبروأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيم دعوش وكاكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وربوا العذاب ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وهو الفكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بغياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقولوا أين شركاء الذين كنتم تسعمون فنزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وقل عنهم ما كانوا يفترون إن قارن كان من قوم موسى ففقى عليهم وآتيناه من الكنوث ما إن مفاقحه لتنوء بالعصفة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريقين واتغف ما آدىك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عنهم بهم المجرمون فقاج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يبقاها إلا الصادرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويكأن الله يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها بالذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجد الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضمال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هارئ إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ألف لامين أحسن الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يؤتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبفونا ساء ما يحكمون من كان يرجو رقاء الله فإن أجل الله فآتموا وهو السميع العليم ومن يجاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا صالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنى وإن يجاهدك لتشرك بما ليس لك في علم فلا تطعهما إلا لمرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوبيت الله جعل فكرة الناس كعذاب الله ولئن شاء أصر من ربك ليقولن إما كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفتغون وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم حقوفان وهم ظالمون فأنشيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإدراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إذ كان إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يعوا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانطروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه بقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصيب والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم فما كان شواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاب الله من النار إن في ذلك لا آيات لحوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوسانا ما ودت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجئ إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآت يام أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ويوطم إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقتون بها من أحد من العالمين فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السديل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت غسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي أنه وأهله إلا مراته كانت من الغادرين ولما أن جاءت رسلنا لوقا سيئهم وضاق بهم دوعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا مراتك كانت من الغادرين إنا منزلون على أهل هذه القرية جزا من السماء لما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقيلون وإلى مدين أقاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ورجوا اليوم الآخر ولا تعزوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الوجبة فأصبحوا في تارهم جاثمين وعادا وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزيدا لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء لهم نوسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سادخين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أضعقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وثلث الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين بذل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذين أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا وقولوا آمنا بالذي ينزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم وابد ونحن نهو مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتسو من قبله من كتاب ولا تقطه بيمين كيف المرتاب المرطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يفهم أنزلنا عليك الكتاب يفنى عليهم إن في ذلك لرحبة وذكرى لقوم المؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شديدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعدلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءه العذاب وليأت لنهم بغدة وهم لا يشعرون يستعدلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيا يتعبدون كل نفس دائقة الموت ثم إلي لا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة وفا تجري من تحتهم أنهاء خالدين فيها نعماج العاملين الذين صدوا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة ما تحملوا فالله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولن ينسأتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يفكون الله يمسط للقر من يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء حليم ولئن سأتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقمون وما هذه العيات الزنيا إلا له ولعبت وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا واتبوا في الكل فدعموا الله مخلصين له الدين فلما لجاهم إلى البر إذا هم يشركون فيكبروا بما آتياهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا وإن تخطفوا الناس من حولهم أفب الباطل يؤمنون وبنعمة لا يكبرون ومن أظلم منا افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم متولي الكافرين والذين يجاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن اللهنا لمعد محسين الله أكبر سمع الله لمك خمد ربنا ولك الحمد الله أكبر سلام عليكم ورحمة الله السلام 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 عليكم وله المدن الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم ما بلكت أيمالكم من شكاء فيها وزقناكم أنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقون فلاتبع الذين ظلموا أبواءهم بغيرهم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من آخرين فاقم وجهك للدين حديثا فقاة الله التي فقر الناس عليها لا تنذير لقلق الله ذلك الذين القيم ويجن أكثر الناس لا يعلمون منيرين إليه واتقوا أقيموا الصلاة ولا تنقلوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فيكون وإذا مس الناس ضروا دعوا ربهم مريبيا إليكم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليدفروا بما آتي لهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم شلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أبقنا الناس رحمة فلحوا بها وإن تصمهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنقون أولم يروا أن الله يرسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون لكن القباعق هو المسكين ومن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلقون وما آتيتم من ذبا ليرضوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من سكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعقون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميككم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وهر الفساد في البذ والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعنهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فاقل وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي اليوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون لأجسي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح بشراته وليذيقكم من رحبته ولتجينفلك بأمره ولتبكعوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا بأنقبت رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حق علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فكثير سحابا فيبسكم في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترا وتقى يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا كم نستبشرون فإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فوضر إلى آتاء رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فلإن أرسلنا لي حنف وأوهم صرا لظلوا من بعده يكرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مددين وما أنت بهذه العميع ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قبة ثم جعل من بعد قبة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا في وساعة كذلك كانوا يغفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم ما تعلمون فيومئذ ما ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم مستعتبون ولقد ضربها للناس في هذا القرآن من كل مثل وإن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مرطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون نصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله ألف نام إن آيات الكتاب الحكيم قد ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المطلحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا أستغفر أنك أن لم يسمعها كان في أذن أي وقع فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصابحات لهم جنات معين خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عبد تعونها وألقى في الأرض وواسيا تميج بكم ومث فيها ومث فيها من كل دافة وأنزلنا من السماء ما فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من ذونه فللظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا نقمان الحكمة لاشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر بنفسه ومن تكر فإن الله ولي حميد طيب قال نقمان لذنه وهو يعظه يا مني لا تشرك بالله إن الشرك لظلو عظيم ووصفين الإنسان لواردين حملته أمه أهلا على وهم وفصاله في عامي أنشكرني ولواردين إلي المصير وإن جاندك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تضعهما وطاعبهما بالدنيا معروفا واتبع سبيل من أداف إليه ثم إلي مرجعكم فاونبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكون ثقال عبة من خردين فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف قبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهع للمنكر واسق على ما أصابك إن ذلك من عزل الأمور ويا تخعر خذك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنك والأصوات لصوت الحمير ألم دعوا أن الله سخى لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير حلم ولا مذن ولا كتاب منير فإذا قيلاهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب سير ومن يسلم وجده إلى الله وهو محسن فقل يستمسك بالعروة الوسطى وإن الله عاقبة الأمور ومن كبع فلا يحزن ككفره بمينا برجعهم فننبذرهم بما عملوا إن الله علي بذات السدور نبتعهم قليلا ثم نغفرهم بما عذاب ولي قال إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بالله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة فقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر إما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كلفس واحدة إن الله نسميع بصير أمتع أن الله يورج الليل في النهاي ويورج النهار في الليل وسخار الشمس والقمر وسخار الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى فأن الله بما تعملون قبير بانك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العين الكبير ألم تر أن البلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ألم تر أن البلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك آيات لكل صباء شكور وإذا رشيهم نوجه تروا لدعوا الله مخلصين له الدين فيما لجاهم إلى البرب منهم مقتصد وما يجهد بآياتها إلا كل خدار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي واردنا ولده ولا مولود هو يازم وارده شيئا إن وعد الله حق فلا تقرنكم الحياة الدنيا ولا يبرنكم بالله غرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدير نفس بأي أرض تموت إن الله علي قبيل الله أكبر إصبع الله لمن حبدا وأنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله أرف لان مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم سوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم في يوم كان مقداره ألف سنة مما دعتون ذلك عالم غير والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من قيم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيم ثم سواه ونفق فيه مروحه وجعل لكم السمع والألصار والأفئذة قليلا ما تشهون وقالوا أئذا غللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترشعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسنا فربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فوجعنا نعمل صالحا إنا مقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجنعين فتوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عباب القلب بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر تتجافى جنوبهم على المطاجر يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم يفسن ما أخفي لهم من قررة أعين كزا بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فازقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فزقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم دوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنريفنهم من العباد الأدنى دون العباد الأكبير علهم يوجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقنون وقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية ملقائه واجعلناه هذل بني إسرائيل واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر ما لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يقصر بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يفتلكون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك آيات أفلا يسمعون أولم يعوا أن نسوق الماء إلى الأرض الشرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم خادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينطرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بنا تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله رجل من قلبين في شوفه وما جعل أزواجكم لا يتظاهرون منهن أم هاتكم وما جعل أبعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأخواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السليم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإقوانكم في الديه ومواليكم وليس عليكم شناح فيما أخطأتم به ولكن ما دعمت قلوبكم وكان الله وفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أم هاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليانكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غريبا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدى بالكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اعند الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنوهنا هناك بتلي المؤمنون وزنزلوا زلزانا شديدا وإذ يقولوا المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثيرنا مقام لكم فرشعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورا وما هي بعورة يريدون إلا فرا ولو دخلت عليهم من أقطائها ثم سروا الفتنة بآتوها وما تلبتوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأجبار وكان عهد الله مسهولا قل لن ينفعكم الحرار إن قررتم من الموت أو القتل فإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلون إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينضرون إليك تدور أعيونهم تدور أعيونهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداب أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأخبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودون وأنهم مبادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قادلوه إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسمة حسنة لمن كان يرشو الله لمن كان يرشو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصفق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صفحوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فما بدلوك بليلا بيجزي الله صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يدوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيبهم لم يلالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صيرصيهم وقدف في قلوبهم روعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تقعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأسواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وسينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسناك منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يقاعت لها العذاب فحبين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء المتقيت فلا تخضعن للقول فيطمع الذي في قلبيه مرض وقلن قولا معرفا وقرن في بيوتكن ولا تبوجن تبروج الجاهدية القولا وأقلن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويقهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلا في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقامتين والقامتات والصادقين والصابقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصادمين والصادمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في يفسك ما الله بديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناتها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواف أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما قرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيما ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله بقى كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائجته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين لأن لهم من الله فضلا كثيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعا لاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نتحتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تنسوهن فما لكم عيهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراثا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللا في آتيت أشورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات قونك وبنات قولاتك اللا فيه هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنفحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما طربنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك أرجه وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللا في آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات قولك وبنات قولاتك اللا فيه هاجرنا معك ومعثا مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنفحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما طربنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرجه فكان الله غفورا رحيما أجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وما ابتقيت ممن عزلت فلا جناح عليه ذلك ألنا أن تقرأ أجنهن ولا يحسن ويرطين بما أتيتهم كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل منهن من أزواجه ولو أعجبك تسرون إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يغذل لكم إلى طعام غير نظرين ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعيتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن مدعا فاسألوهن من وراء إجاب ذلك أطهروا قلوبهم وقلوبهم وما كان لكم أن تبدوا رسول الله ولا أن تنسحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جنح عليهم في أبائهن ولا أبنائهن ولا إخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا رسائهن ولا ماباك الزيمان واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وبلائفته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا خلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ونعد لهم عذابا ممينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقط احتملوا مهتابا وإذن مبينا يا أيها النبي قل لأسواجك وبناتك ورسائل المؤمنين الذين عليهم من جلابهم ذلك أدلاء من رفن فلا يؤذين وكان الله أفورا رحيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم نعضوا والمرجقون في المدينة لنغرينك به ثم لا يجاورونك فيها إلا قريلا فالعونين أينما تغفوا أخذوا وقتلوا فقطيلا سنة الله بالذين خلوا من قبل ولن تجد سنة الله تبذيلا تسألك الناس عرسا قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعلى الكافرين وعد لهم سعيرا خائدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نطيرا كوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا لم تنا أطعنا الله وأطعنا رسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا مكبرانا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضرفين من العذاب والعنهم لعما كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آنوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنتكم الله وقولوا قولا سديدا يصرح لكم أعبالكم ويركر لكم ذنوبكم قبل يبعي الله ورسوله فقد فاز فوزا رظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين ريح منها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظنوبا جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله رفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حبده فقنا ونفى الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي له ما بالسماوات وما في الأرض ولم الحمد في الآخرة وهو الحكيم القبيب يعلم ما يجر في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور فقال الذي يكفر لا تأذين الساعة قل بلى وربي لتأذينكم عالم الغير لا يعذب عنه مقار ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لجلسك الذين آبنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذي يغوت العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلين نبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذباً به بنا فالذين لا يؤمنون في الآخرة في العذاب والضلال الغير أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شد نخصف بهم الأرض أو نسقط عليهم جسفاً من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فغلاً لا جبال أوليباً مغطير وألمنا له الحديد هل اعمل سابقات وقتد في السر وعملوا صالحاً إني بما تعملون بطير ويسليمان الريحة وفقها شهر ووواحها شهر قاسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن عبده فمن يزر منهم عن أمر ما نذقه من عذاب السعيد يعملون له ما يشاء من محارب وثماثير وجفال في الجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكراً وطليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه موت باداً لهم على بوته إلا دابة الأرض تأكل من سادة فلما خرد بين في الجن أنه كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في عذاب مهم لقد كان لسبع في مسكرهم آية جنة لعلمين وشمال كنوا من رسق ربكم واشكروا له فلبتوا طيبة وعبوا غفور أعرضوا فأرسلنا عليهم زين العين وبدلناهم بجنتين جنتين بواتي أكل خمط بواتي أكل خمط وأثن وشيء من سير قليل ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجاز إلا الكتور وجعلنا بينهم وبين الكرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيء سيروا فيها ليالي وأيام آمنين فقالوا وفنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم فمزقناهم كل موزق إن في ذلك الآيات لكل صبر شكور ولقد صنطق عليهم إجليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنألم من يؤمن من آخرة لمن هو منها لمن هو منها في شك وربك على كل شيء حفير قل لهم الذين دعمتم من دون الله لا يملكون من طالد الراتين في السماوات ولا في الأرض وما لهم وما لهم فيهما من شد وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزعوا من قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو المري الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض كل الله فإنا أولياكم لعلى هدى أو في ظلام مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح عليم قل أروني الذي ألحقكم به شركاتا لا هل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم إراد يوم لا تستخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفرون نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى بالظالمون موقوفون وإن تربتهم يرجعوا بعدهم إلى فحق القول يقولوا الذين استمعفوا للذين استكفروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استمعفوا للذين استمعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استمعفوا للذين استكفروا بل بكل الليل والنهار إذ تأبعوننا أن نكتب بالله ونجعله أن تادا فسروا الندمة لما رأوا العذاب وجعلنا الأولاد في الأعناق الذين كفروا أن يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قالوا تعطوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أبوالا وأولادا وما نحن بمعدبين قل إن ربي يرسط لصري من يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرركم عندنا ثلثة إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوهم في الغرفات آمنون والذين يسحون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يرسط لصري من يشاء من عباده ويقدر له وما أنت قد من شيء فهو يخلفك وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقولوا للملائكة أما أولا إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ورجنا من دونهم بل كانوا يعبدون لأن أدرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم ببعض نفع ولا ضوى ونقول للمذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتنا عليهم آياتنا بجناتهم قالوا ما هذا إلا رجل مريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إذ كن مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سع مبين وما آتيناهم من قدر يد رسولها وما أرسلنا إليهم قبل كم النبي وكذب النبي من قبلهم وما بلغوا معشى وما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نبي قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرازات ما تتفكروا باب صاحبكم من جنة إنه إلا نبيا لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فبوى لكم من أجري إلا على الله وهو على كل شيء شديد قل إن ربي يقذف بالحق عن المال الغنوب قل جاء الحق وما جذر الفاضل وما يعيد قل إن ظللت فإنما أضل على نفسه وإن اهتديت فبما يوجي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التلابش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ما يقذفون بالقيد من مكان بعيد فحيل بينهم وبينما يشتغون كما فعل في أشعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعي المنائج كوسلم كني أجريحة مثلا وتلاك وأباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله من ناس من رحبة فلا منسك لها فما ينسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس ادروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تغفكون وإن يكذبوك فقد قدمت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله ورور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا إزده ليكونوا من أصحاب السمين الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم موقرة وأجر كبير أفمن زينا موسو عمره فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليه الحسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الزياحة فتفير سحابا فسقناه إلى بلد مجد فأحيينا بهم أرضى بعد موتها كذلك النشو من كان يريد العزة فإله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك ويبور والله خلقكم من تواب ثم من نقفة ثم جعلكم أزواجا وما تحفروا من أنسا ولا تضعوا إلا بحلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك عن الغام يسير وما يستوي البحران هذا عكوة ساهر شراب وهذا بلكم جاج ومن كل تأكلون أحمق طيبا وتسخرجون حمية تلبسونها وتغلقوا فيه موافر لتبتغوا من فضمه ولعلكم تشهرون يورد الليل في النهار ويورد النهار في الليل وزخر الشمس والقبر كل يجري لأجل مسمى بانكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطرين إن تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يذكرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلا الله والله هو الغني الخميد إن يشاء يذهركم ويأتي بخلق شديد وما بابك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مفخلة إلها لها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا صلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والقصير ويغضل مات ولا النور ولا الضل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك للحق بشيرا ونذيرا فإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر وبالكتاب المني ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نذير ألم أرى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الكبار جدد بيض وعمر مختلف ألوانها وبرابير سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز قفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سادقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عزيز يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ونقلؤا وقباسهم فيها أريف وقالوا الحمد لله الذي أدهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفق عنهم من عبادها فذلك نجزي كل كفور وهم يصدرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذي فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غير السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفرق عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شرتاءكم الذين تبعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرق في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه لل إن يعدوا الطالبون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تسودا بل إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حريما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونوا أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نقورا استكفارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد سنة الله ترديلا ولن تجد سنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما طبيرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من تابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده فإن الله كان بعباده ياسين والقرآن الأكيم إنك لمن المرسدين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبقان فهم مطمحون وجعلنا من دي أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب تبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن محي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المدين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسركون وكان من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطالي وإليه ترجعون أتفذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغمي عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيئة واحدة فإذا هم خامدون يا أسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدقون ألم يروا فم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جناف من نخير وأعناب وفجرنا فيها من العيون لأكلوا من زميه وما عملت أيتهم أفلا يشكرون سبحانا الذي خلق الأزواج كلها مما تنبث الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلد يسبحون وآية لهم أنا حملنا بريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخهم ولا هم ينقذون إلا رحمة لنا ومتاعا إلى خين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنقعهم أن لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاتهون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائه متكئون لهم فيها فاتهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأي عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم في بلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون أصلواها اليوم لما كنتم تكفون اليوم نخدم على أفناههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وللو نشاء لقمسنا على عيونهم فاستبقوا صراط فأنا يبصرون ولون نشاء لقمسنا على عيونهم فاستبقوا صراط فأنا يبصرون ولون نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننبسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبطي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويتبقى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ونشارف أفلا يشكرون واتخلوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحسن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نظفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيته ما يفوت كل شيء وإليه ترجعون وصافا في صفا فالذافرات زجرا فالتاريات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا سماء الدنيا بزينة من الكواكب وحفظا من كل شيطان مالد لا يسمعون إلى الملائي الأعلى ويقفثون من كل جانب ضحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفقيهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من مقيم لازب فالعجب ذويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسرون فقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا متنا وكنا تعبوا عظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم تافرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينفرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احسوا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صغاط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تماصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقرأ بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تحتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغيم وحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتريفون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستفرعون ويقولون إنا نتاركوا آلهتنا لشاعر نجنون بل جاء للحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عقاد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات معين على سعور متقابلين يقاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة لشائرين لا فيها قول ولا هم عنها ينزكون وعندهم قاصرات أرفعين كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائد منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ردي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتة الأولى وما نحن بمعددين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك غير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالواها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمارئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوفا من أمين ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آتائهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد ناجاد نوح فلنعم المجيبون ونجيناه أهله من الكرب العظيم وجعلنا ذرية بوهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من غباد للمؤمنين ثم أغرقنا الآخرين فإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سريم إن قال يبيه وقومه ماذا تعبدون أيفكم آلية دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فلضى أغرقا في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فغغى إلى آليةهم فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فرغى عليهم ضعبا باليمين فأقبلوا إليه زفون قال أتعبدون ما تنكثون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيا فأنقوه في الجفيم فأراجوا به جيدا فجعلناه من أسفلين فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي ربي أذري من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما فلغ معه السعي قال يا بني إني أعافي المنا بأني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تغمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين فلما أسلما وتنبوا من جبين وناديناه أيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا هو البناء المبين وفتيناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادل المؤمنين فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق فمن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ويصرناهم فكانوهم الغاربين فآتيناهما كتاب المستبين وهديناهما الصراط المستطين وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادل المؤمنين وإن إلياس لمن الورسلين إن قال لقومه ألا تتقون أتدعون معنى وتبعون أحسن القانقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نوطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجودا في الغابرين كم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم المصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الكنك المشعون فساهم فكان من المدحضين فانتقمه الحوت وهو مرين فلولا أنه كان من المسبحين للمث في بطنه إلى يوم يبعدون فلبناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شهرة من يقضي وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفهم أن يردك البلاد ولهم البنون أن خلقنا البلائكة يازن وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أخطف البلاد على البلين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ودعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد عيمت الجنة إنهم لمحقرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاترين إلا من هو أخار جحيم وما منا إلا له نظام معلوم وإنا لنحن الصفون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين فكنا عباد الله المخلصين فتفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين ويبصرهم فسوف يرصرون أفض عذابنا يستعجلون فإذا نسى بساحتهم فساء صباح المنبرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يرصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله رفض الله أكبر الله أكبر الله أكبر صاد والقرآن بإذنك بل الذين تبروا في لسد وشقا كم أهلكنا من قبلهم من قرن البلاد ولا تأين مناخ وعجلوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافر لهذا سافر كذاب أجعل الآلهة إلا هواحنا إن هذا لشيء عجاب ووطلق الملأ منهم ألنشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق فأنزر عليه الذكر من بيننا بل هنكي شك من ذكر فلما يتوقوا عذاب أم عندهم خزائل رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسفاب جلد ما هنالك مهزور من الأحزاب كذبت قبلهم قولهم وعادهم في عونج الأوكاد فتموتوا قوم لوط وأصحاب الأيد في أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا ضيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربي عجلنا قطنا قبل يوم الكساب يصبر على ما يقولون وذكر عبدنا دامود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشر والإشراق وطير محشورة كلناه أواب وشجدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نفأ الخصب إذ تسوأوا المحراب إذ دخلوا على دامود ففزع منه قالوا لا تخف خصبان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواب الصراط إن هذا أخيره تسع وتسع ليعدة وليعدة واحدة فقال أذكرنيها وعزني بالخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقميروا ما هم وظن دامود أن ما فتناه فاسلغفر ربه وقر راكعا وأناه الله أكبر الله أكبر فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلطى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك قليفة في الأرض فاحكم بين الناس للحق ولا تتبع الهوى فيضيناك عن سبيل الله إن الذين يضيون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسويهم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذان تظنوا الذين كفروا فويلوا من الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المبتقين كالكجار كجاب أنزلناه إليك مبارك ليتبعوا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لدامون سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشين الصافلاة الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالعجاب ردها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على فرسله فسنتم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينهلي لحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رقاء حيث أصاب والشياطين كل بنائم ورواص وأخينا مطررين في الأخفاد هذا عضاء لا فهم أو أمسك بغير كتاب فإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وانكو عددنا أيه بيذ نادى ربه أني مسني الشيطان بمصبم وعذاب اركب رجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهدف ومثلهم معهم رحمة منا وبقاء أولي الألباب وخد ينك ضغفا فضر به ولا تحنى إنا وجدناه صابرا نعمل عبد إنه أواب وانكر عبادنا إلهي وإسحاق ويعقوبه للأيدي والأبصار إنا أخلص لهم بخالصة ذكر الدار فإنكم عندنا من المشطفين الأخيار وانكر إسماعيل وليسع وذلكب وكل من الأخيار هذا بك وإن للمتقية لحسن مهاب جنات عدن مفتعة لهم الأبواب متقية فيها يدعون فيها بفاكية كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الضرب أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا ليسنا ما لهم النفاد هذا وإن للطاقية لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاب هذا فليتوقون حميل وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقدح معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا لكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فسده عذابا وضحا في النار قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أمزا وفعنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما لمنذر وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الوفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنهم ربون ما كان يمن علم بالملئ أعلى يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا لذي مبين إن قال ربك للملائفة إني طالق بشرا يوطين فإذا سويته ولبخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائفة كلهم أجمعون إلا إبريس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبريس ما ملعت أنك اسجد لما خلقت بيدين أستكبرت أم كنت من العالين قال ألا خير منه خلقتني من نار وخلقته يوطين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعدون قال فإنك من الموظلم إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أدنعين إلا عفادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأ النجم النم منك ومن أنتبعك منهم أدنعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما من المتكلفين إنه إلا ذكر من العالمين ولتعلمن نبأه بعد حين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين خالص قال الذي يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلك إن الله يحب بينهم فيها وفيه يفتركون إن الله لا يهدي من هو كابب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا للصفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الوائد الغهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى فلا هو العزيز الوفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها دوجها وأنزل لكم وأنزل لكم من الأمعام كمانية أسواج يخلقكم في بطول أمها لكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث للكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصركون إن تكفوا فإن الله غري منكم ولا يرضى لعباده الكفر فإن تشكروا يرضى لكم ولا تزروا آسرة وزر أخا ثم إذا ربكم رجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه علم بذلك الصدور فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه مميبا إليه ثم إذا قوله رعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قم وجعل لله أنبادا ليضم عن سبيله قل تمتع لكفر فقليلا إنك من أصحاب النار أما هو قالكم آلاء الليل ساجدا وقائما يحفر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الأنباب قل يا عباب الذين آمنوا اتقوا ربكم منذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفي الصادرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين فأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاطئ عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إنا أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إنك خاسرين الذين خسروا أنفسكم وأهليهم يوم القيامة قل إن القاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فلا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتبوا الطابوت أن يعبدوها وآبوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم كل الأنباب أسمن حق عليه كلمة عذاب أفأنت تنطل من في النار لكن الذي اتقوا رفهم لهم غرث من فوقها غرث مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلق الله الميعاد ألم تعنى الله أنزى من السماء ما أنت سلك فسلكه يناديع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألواله ثم يهيج فتراه الصرا ثم يجعله حقاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صبره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشافها مثاني مثانية تشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تمين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يجاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ثوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأداهم العذاب من حيث لا يشعون فأداقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير بيع وجل لعلهم يتقون طاب الله متى رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تحتصمون فمن أظلم منا كذب على الله وكذب بصدق إدجاه أليس في جهنم مثوى للكابرين والذي جاء بصدق وصدق به أولئك هم المقتبون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ولجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده فيخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز بانتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن تاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخفيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب الناسر الحق فمن اهتداف لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجر مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأ الزقلوب الذين لا يؤمنون للآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستدشرون قل الله هم فاطر السماوات والأرض عادم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أفيته على علم بل هي فتلة ولكن أكثرهم لا يعلمون ودقالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يحسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق من يشاء ويقدر إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرطوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الوفور الرثيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلا قد جاءت آياتي فكذبت بها واستقدرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة قرى الذين كذبوا على الله وشوههم مسودة أليس في جهنم مثول للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خارق كل شيء وهو على كل شيء وقيل له مقاليب السماوات والأرض والذين تفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفري الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فناقف الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقليات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور قصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم في الحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يقعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتهم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بنا ولكن حقت كيمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبسانة والمتكذبين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم قبل فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدها وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقع الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحمن حمين تنزيل الكتار من الله العزيز العليم غافر الثنب وقابر التود شديد العقاب بقول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير ما يشابل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرر تقلبهم في الدياد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة في رسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطين بحضوده حق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقك لن تربق على الذين كفروا أنهم أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ويبلياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن نتق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذي يتفر ينادون لمقت الله أكثر من مرضكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتفرون قالوا ربنا أمت نفنتين وأحييق نفنتين فاعترفنا بدلوبنا فهل إلى خرج من سبيل فاركم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرق به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يريد فدعوا الله مغلصين له الدين ولوكرها الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقروه من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم بالله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفسهم بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سيع الكساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر قاضمين ما للظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دومه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك لأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالذلينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا سافر مكتاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا سافر مكتاب فلما جاءهم بالأرض من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون درني أقتل موسى وليدع ربه إني أخرف أن يبدل بيكم أو أن يظهر في الأرض فساد وقال موسى إني عذت لربي وربكم من كل متكذر لا يؤمن في يوم القساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقتم إيمانه وتقتلون رجلا وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبنيات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك لهم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاد مثل ذهب قوم روح وعاب وسنود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبنينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلق قلتم من يبعث الله من بعده رسولا كذابك يضل الله من هو مسرف مبتاد الذين يجادلون في آيات الله بغير سلقان أتاهم تبع مقتن عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا همان بي لي صرحا لعلي أبلغ الأسلاب أسلاب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا وكذلك سجن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما قيل فرعون إلا في أباد وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي داع القرار من عمل سيئة فلا يحزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني بأكفر بالله وأشرك به ما ليس بيدي علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة فأنا مردنا إلى الله وأن المسلفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مدروا وحاط بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غجوا وعجيا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتهاجون في النار فيقولوا اضعفاكم الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مقنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الطالبين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب خدا ومكراي أولي الألباب فاصفر إن وعد الله حق فاستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سنقال أتاهم إن في صدورهم إن لكن رمناهم ببالغيه فاستعد بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستغل الأعمى والبصير والذين آمنوا أعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن ساعة آتنة لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال رفكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي فعل لكم الليلة تسكنوا فيه والنهار مرصرا إن الله لدو تضمن على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون للكم الله ربكم خارق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تغفكون كذلك يغفكون الذين كانوا بآيات الله يجحلون الله الذي جعل لكم الأرض قرار والسماء أبناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات للكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فجعوه مخصين لبتين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني ألبينات من ربي وأولفت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوطا فمنكم من يتوفى من قبل ولتبلغ أدلا نزمه ولعلكم تعقلون هو الذي نحي ويميث فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أم تغير الذين يجادلون في آيات الله أننا يصفون الذين كذبوا في الكتاب ومما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأولان في أعناقهم والسلاس المسحبون في الحميم ثم في النار يستعون ثم قيل لهم أينما كنتم تشيطون من دون الله قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضمن الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمركون ودخلوا أبواب جهنم قالبين فيها فبإسامكم المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإنا ندلنك معظم الذين علم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقل أرسلنا رسلا من قبلت منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي من الحق وخسر هناك البطلون الله الذي جعلكم الأمعام يتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها ملافع ولتبلغوا عليها حاجة في صفوركم عليها وعلى البلد تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة وآتاوا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأما جاءتهم أرسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم مثل علم وحاق به أما كانوا به يستغزئون فلما ورأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به محركين فلنك ينفعوا إيمالهم أما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في رباده وخسرنا لنا الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصيت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ولذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آبالنا وفي آبالنا وقر ومن بيننا وبيت حجاب فأعمل إننا عابرون قل إنما لبشر مثلكم يوحى إلا أنما إلهكم إله واعلا فاستقيموا إليه واستغفروا وغير للمشركين الذين لا يؤفون الزكاة وهم بالآخرتهم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر ويوم بنون قل أإنكم لا تكفرون منذ خلق الأرض في يومين وتجعلون لك أندادا ذلك عب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وليلخال فقالها وللأرض إيا قوعا أو دوها قالت أتينا ضائعين فقضاهن سمع سماوات في يومي وأوحى في كل سماء أمرها وسينا السماء أذفرنا بمصابيح وحفظا ذلك تقذير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنفرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمون إذ جاءتوا رسل من من أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء أفنا أنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون أما عادوا فاستجبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يعو أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا في آياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لذيقهم لذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فأما دمون فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ولجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعدلاء الله إلى النار فهم ينزعون حتى إذا ما جاءوها جهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليها قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإنه ترجعون وما كنتم تستطرون لا يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذاركم ظنكم الذي ظننتم بربكم أوداكم فأصبحتم من القاسرين فإن يصبروا فالنار متوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فقيدنا لهم وما أفزينوا لهم ما في ذا يديهم وما خلفهم وحق عليهم وحق عليهم والقول فيهم من قد خلق من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا بها من القرآن والغوفين لعلكم تغربون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شريدا ولنفزينهم أسوأ الذين كانوا يعملون ذلك جزاء وعداء الله النار لهم فيها دار الخلد النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يبحثون وقال الذين شفروا ربنا أبنى الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلوا ما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن النبي قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتلزل عليهم البلائكة تتلزل عليهم البلائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون رسلا من غفور رحيم فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليل حمين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإن لا ينزل لك من الشيطان فاستعب بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالنهار والنهار وهم لا يسهمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهزت وربت إن الذي أحياها يوحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يحفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بطير إن الذين كفروا بالذكر أما جاءوا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه تنزيل من أكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قمرك إن ربك أذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا كفر آياته أعجمي وعوبي قلوا للنذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذارهم وقروا وهو عليهم عبا أولئك يرادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب مخلف فيه ولوما كلمة سمقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك من هغيب من عمل صالحا فليكسر ومن أساف عليها وما أعبك بظلا بالعبيد إليه رد علب الساعة وما تخجو إن تبراك من أكنابها وما تحمل من أنتا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذننا كما منا من شهيد فضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من مشيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن بسه الشر فيروس القلوق قال إن أذقناه رحمة من ناب البعض رأى أمسكه ليقولنها ذاري ليقولنها ذاري وما أظن ساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن ندي من دول الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنبيطنهم من عناب غمير وإذا أمعنا على الإنسان أحرض ونأب جاري وإذا أمسه الشر فموت عائمين قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل منا هو في شقاق بعيد سنعيهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبزن لهم أنه الحق أولم يتكن ربي أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط الله أكبر سبع الله لمن حبيب ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حبيب عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى اللذين من قبل الله العزيز الحكيم فهو ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم فكاد السماوات يتفضر من كوئهم والملائك تسبحون بحمد ربهم ويستغدرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أحينا إليك قرآن العربي يتنبرهم القرى ومن حولها وتنبر يوم الجمع لا ريب فيه فيق في الجنة وفريق في السمير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو عادة لشيء قدير وما اختلفتم به من شيء فحببوا إلى الله مالكم الله ربي عليه توكلت وإليه قريب قاطر السماوات والأرض يعلى لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأمعاب أزواجا يقعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يمسق بالظلم يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شعلكم من الدين ما وصى به نوحا والنبي أحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يمين فما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى جن مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك من أوريم فلذلك فدعوا واستقن كما أمدت ولا تتري أهواءهم فقل آمنت بما أنزل الله في الكتاب وأمرت لأعدل بينكم الله رفضنا ورفكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا مجة بيننا وبينكم الله يجمر بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما سبقهم له حجتهم داخرة من ذربهم وعليهم غضبوا لهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والنسان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون بالساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بإباده يرزق منه يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرثا آخرة لزدناه في حرثه ومن كان يريد حرثا كنيا نؤتيه منها وما لموت آخرة من مطيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصن طبية بينهم فإن الظالمين لهم عذاب أليم لأ الظالمين مشرقين من ما تسبوا هوا يقعون بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم دائج هو الفضل الكثير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قلنا أسألكم عليه أجرم إلا المودة في القربى ومن يقدر حساسا نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولوا يفترى على الله كرفا فإن يشاء الله نفتم على قلبه ويمتو الله الباطل ويعفو الحق بكرفا به إنه عميم بداية الصدور فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما كفرون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضل والكافرون لهم عذاب شديد ويوبسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنقوا وينشر رحمته وهو الولي الهميد ومن آياته فلق السماوات والأرض وما بث فيما من تابه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيضل المواكد على ظهرهم إن في ذلك لآيات لكل صبا شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيث فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما ضدوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البقيهم ينتصرون وجساء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجرموا على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انقصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يطرمون الناس ويبهون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضرر الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إمام رد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الدل ينظرون من قرط غفيل وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسه وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دوم الله ومن يضرر الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكي فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء وإنا إذا لقنا الإنسان منا رحمة فيح بها وإن تضبهم سيئة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملق السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حبيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أنبنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عاليا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا العلي حكيم أفنضيب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسيفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون ليقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا واجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء في قدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها واجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره ثم تذبعوا نعنة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين وإنا إلى ربنا لمنقربون فاجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكثور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصراك في البنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مصبتا وهو قضيم أومن ينشأ في العلية وهو في القصام غير مبين وفعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إلا فال أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يقرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهددون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال متعفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهددون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم بي كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فضرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وأباءهم حتى جاءهم الحق رسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية المعظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعل ما لمن يقفر بالرحمان لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضة ومعائج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتككون وزخرفا وإن كل ذلك لما نداع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقيم ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيض له شيطانا فهو له قريم فإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهددون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبكس القريم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتبكون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن لك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتين يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملكه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا فكاهم منها يضحفون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا ترصعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يجين فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقبين فاستقف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفوا من تقنا منهم فأطرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا فلهم قوم خصمون إنه إلا عبد أنعنا عليه وفعلناه مثلا لذني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخنفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن لها واتبعون هذا صراط مستقيم فلا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم في الحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختركون فيه فاتبوا الله ورقعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم مويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ألينظرون إلا الساعة أن تأتي لهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحسنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون نقاط عليهم بسحاف من ذهب وأبواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أوزتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاقنة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ويقض علينا ربك قال إنكم ماتثون وقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كائدون أم أدرموا أمرا فإنا مبلهون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون ففرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارة الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم ساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد في الحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يكفكون وقيمه يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون واصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون حمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من انتنا إنا كنا مرسلين رحمة يا ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقر يوم تأتي السماء بدخال مبين يغش الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم نفنون إنا تاشف العذاب قريبا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الخبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آفئ بسلقان مبين وإني عذت بربي وربكم أن تغشمون فإن لم تؤمنوا لي فاعتزرون فدعا ربه أن هؤلاء أوم مفرمون فأسرق عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغاطون كم تركوا من جناف وعيون وزوع ومقام كبير ونعمة كانوا فيها فاتهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد لجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اختوناهم على علم على العالمين فآتيناهم من الآيات ما فيه فلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ناعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل لقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رأم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الثقوم طعام الأفيم كالمهر يغني في البطول كضل الحميم خذوه فاعفئوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الأمين فق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم قبل ما ربك ذلك هو الفمس العظيم فإنما يسرناه بلسانه لعلهم يتبترون فارتقب إنهم مرتقبون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن بالسماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي قلقكم وما يرس من جافة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى في الأرض بعد موتها وتصريف الرياض آيات لقوم يعطلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك ذفين يسمع آيات الله تتلى عليكم ويسر مستفرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتها شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كتبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدا والذين كفروا بآيات رفهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري لكم كفيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولا علكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فإنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا من إساء إلى الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين فآتيناهم بينات من الأمري فلاختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمري فاتبعها ولا تتبع أبوى الذين لا يعلمون إنهم لن يؤلوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ربي المتقين هذا مصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذي يجدوح السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا صالحات سواء محياهم ومباتهم ساء ما يحكمون مخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أبرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بطره غشاوة فمن نهديهم بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتا عليهم آياتنا فإلا فيما كان حكتهم إلا أن قالوا أؤتوا بآباء إلى إن كنتم صادقين قل الله نحيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا عب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جابية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم برحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كذروا أفلم تكن آياتي كثنى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجينين وإذا سين إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما يحلل مستيقنين فبدى لهم سيئات ما عملوا حاق بهم ما كانوا به يستهزئون فقيل اليوم أنساكم كما نسيتم لطاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله مزوا وقررتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فإله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض ومن العزيز الحكيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفوا عما منذروا معرضون قل أرأيتم ما تنعون من دون الله أروني ماذا خلقون إلى الأرض أم لهم شرق بالسماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضلهم هيدعوا من دون الله من لا يستجير له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم وعفلون وإذا كشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا لعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آيات لا بيئات قال الذين كفروا قال الذين كفروا من حق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون من الله شيئا هو أعلم بما تبيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل لي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليه وما أدى إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمل واستكبرتم إن الله لا يهذر قوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيكونون هذائك قديم فمن قبله كتاب موسى إباما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا ومشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة قادرين فيها جزاء بما كانوا يعملون فوصينا الإنسان بواردين إحسانا حملته أمه قرها ووضعته قرها وحمله وفصاله ثلاثون شهر حتى إذا بلو أشده وبلو أربعين سنة قال رب أوزعني رب أوزعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصمحي في ذريتي وأصمحي في ذريتي إني تبت ليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقدل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لواردين أفرنكما أتعدا لني أن نقرج وقد خلت القرون من قبله وهما يستغيثا لله ويكآهن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساقير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ويوفيهم أعبالهم وهم لا يقلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار يذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهوم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون قال قرأة عالم إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن قلبه ألا تعبدوا إن الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجهتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأجهتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلك به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما أعوه عالقا مستقبل أوديةهم قالوا هذا عائض مبطرنا بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمير بها فأصبحوا لا يععي إلا مساكنهم كذلك لجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناتم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئلة فما أغنى عنهم سمعهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئلة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا منه يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصارهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آية بل ضلوا عنهم وذلك إفتهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قوم لا إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولئك في ظلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعني بخلقهم بطالهم على أن يحمل الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بها كنتم تكفرون فاصفر كما صبروا العزم من الرسل ولا تستعجي لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدقوا عن سبيل الله يضل أعمالهم والذين آمنوا ورمنوا الصالحات وآمنوا بما نزع على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا لحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشبوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يجاء الله لن تصر منهم ولكن يدلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا بسبيل الله فإن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدسرهم الجنة عرفها لهم يا أيها النبي آمنوا إن تنصروا الله إن تنصروا الله لينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الحرب فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وإن كافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يناد انتكرين من تحتي الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مكوا لهم فكأي من قرية هي أشد قوة من قرية كالتي أقعدت أهلكناهم فلا لاصر لهم أفمن كان على مينة من ربه كمن زدن له سوق عمله واتفعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعيد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسر وأنهار من لبل لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لتة للشائبين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن وخالد في النار وسقوبا حميما فقطع أمعاهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من منذك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آرفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتفعوا أهواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء شعبها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول النبي لا آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزل السورة المحكمة وتكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم عضل ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولا لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله ملكا خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تبثلوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنوا الله فأصمهم وأعنى أمصاهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبائهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للنبي كيفوا ما لسل الله سنتيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يطربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا إضوانهم فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أنه يخي الله أطرانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في نحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبيل لهم الغدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أضيعوا الله وأضيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهلوا وتدعوا إلى السلم وأنتم أعنون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة كنتم لا لعب وله فإن تؤمنوا وتدقوا يؤتكم أجوكم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم ما فنحكم تبخلوا ويخرج أضالكم فأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستردل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله أكبر سمع الله لمن حبده ربنا ولد الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله وكان الله عليما حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهاء وقالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعدد المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء ورضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونبيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نتت فإنما ينكث على نفسه فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعوار شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل غننتم أن لن ينطلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزدنا ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم طوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مظالمة لتأخذوا هذا أولا نتبعكم يريدون أن يبدئوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقابلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاق الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون مليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بفضل مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون فصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن فطرهم لم تعلموهم أن فطرهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليلخب الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعددنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن جاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا طريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفاء وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتعون قبلا من الله وجوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآسره فاستغلط فاستمى على خوخه يعفر الزراعا يقيق بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كشهر بعضكم لبعض أن تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغبون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من قراء الحشرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن شاءكم فاسق بنبئ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم مادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمب لعنتهم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وفره إليكم الكفر والكسوق والعسيان أولئك هم الراشدون طبلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن قائفتان من المؤمنين اقتدلوا فأصلحوا بينهما فإن فغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أم الله فإن فأتفى أصلحوا بينهما بالعدل وأقزقوا إن الله يحب المقصقين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلنزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب افسد اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل نحن أخيه ميتا فكرهتموا واتقوا الله إن الله ثواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارقوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينقكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله قصير بما تعملون بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا تغابا ذلك وجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر نبيج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من خروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل سوج بهيج تلصرة وذكرى لكل عبد منير ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقوة لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة مميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوحه وأصحاب الرسل وتمود وعاد وفرعون وإخوان روط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالحلق الأول لهم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تمسمس به نفسه ونحن أقرب إليه من هذر الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال طعيد ما يلفغ من قول إلا لديه رقيب عقيد وجاءت سترة الموت للحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائب وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك قطاءك فبصرت اليوم عبيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيه في جهنم كل كفار عميد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم في الوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بضلال للعبيد يوم نقول لشهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد وأسلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من قشر الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مسيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم غضشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك ذكرى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فلقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادهم مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالفق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشطف الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار تذكر بالقرآن من يضاف وعيد الله أكبر سمع الله مليلا حميدا ربنا لتنفق الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تعلون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات حبك إنكم لفي قول مختلف يؤفكرنه من أفك وتنى الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيال يوم الدين يومهم على النا يفتدون دوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعدلون إن المتقين في جنات معون أخذين ما أجاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك وحسنين كانوا قريلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائر والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا ترصرون وفي السماء يزدكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون هل أسات حديث بيف إبراهيم المقامين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرى إلى أهله فجاء من جن سمين أقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجت منهم خيفة قالوا لا تخفت وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صروة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبتم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاوة من القيم مسوبة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ففي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولنا برخنه وقال ساجر أو مجنون فأخذناه وجلوده فلبناهم في اليم وهو مرين وفي عاد إذ أرسلنا عليه مريح العقيم ما تدر من شيء أدت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود الضيل لهم تمتعوا فالتافين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصارقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم محمد قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بليناها بأير وإنا لموسعون والأرض فرشناها فرعم الباهلون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا من الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إله آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا سابر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوطارون فتغل عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الذين والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رس وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعدلون فغير للنذين كفروا من يومهم الذين عدون والطور وكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعنور والسقف المغفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورى وتسير الكبال سيرى فويل اليوم إلي المكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تلصرون اصلواها تصبروا أو لا تصبروا سواهم عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقي في جناف ونعين فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا اشربوا هنيا بما كنتم تعملون اتكينا على سور مصفوفة وزوجناهم بحويمين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وبالتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين فهمتتناهم بفتيته ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها تأسا لهم فيما ولا تحفين ويقوف عليهم غيمان لهم كأنهم لؤلوم مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت برجمة ربك بتاهل ولا بجنون أم يقولون شاعر نتربص به عيب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوطارون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون بل يأتوا بحديث مثله إن كانوا صالقين أم خلقوا من عيد شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزاء ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه بل يأتي مستمعهم بسلطان مبين أم لهم البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مرم مطلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذي يكفرهم المكيدون أم لهم إلاهم غير الله سبحان الله من لا يشيكون وإن يأتوا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلقوا يولهم الذي فيه يصعدون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبئ لحكم ربك فإنك بأعينها وسبح لحمد ربك فيها تقوم ومن الليل فسبحه وإذا بار النجوم والنجم إذا هوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوا إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة تستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دمى فتدلى فكان قال قوسين أو أدنى فأوحى إلا عمره ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى من سدعة المنتمى عندها جنة المعوى إذ يرشى السدعة ما يرشى ما زار البصر وما طبى لقد رآه من آيات ربه الكبرى أفرأيتم الناد والعزى وما ذات كالفة الأخرى أياكم الذكر وله البنتى كذبا قسمة طيزى إنه إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أمن الإنسان ما تمنى فإلاهم آخرة والأولى وكم من ما جن في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن نأذن الله لمن نشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسرية القلدى وما لهم به من العلم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يؤمنون الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكر ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم لمن قل عن سبيله وهو أعلم لمن اهدى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتبون كبائر الإثم والفواحش إلا الأمن إن ربك واسع يغفر هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بقول يمها بكم فلا تزفقوا أنفسكم هو أعلم بما يفتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغير فهو يرى أم لم ينبه بما في صحب موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزرخى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعي موسى فيرى ثم يجزاه الجزاء النوفى وأن إلى ربك ينتهى وأنه أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين التجع والأنتى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشعة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو عب الشعرى وأنه أهلك عازل الأولى وتموتك ما أبقى فقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطرى والمؤتفك كأهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء عبك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة آزفة ليس لها من دول الله آشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اقتربت السامة وانشق القمر فإن يروا آيتي معيبوا ويقولوا سحر مستمر فكذبوا واتمعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما في المزدجر حكمة بارغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعوا الداع إلى شيء نذر خشا أبصارهم يخدون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مبطعين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قولوح فكذبوا عبدنا وقالوا ينون مزدجر فدعى ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهم ففجرنا الأرض مولا فانتقناه على أمر قد قدير وحملناه على ذات ألواح ودسر أجري بأعيونا جزاء لمن كان كفر ولقد ثوقناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت حال فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا وصوصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل موقع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوله النذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فألقي الضعين من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غذاب من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فثنة لهم فارتقلهم وصفر ويبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فلا لو صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهجيم محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قولوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصلا إلا للوق نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك جزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتا فتماروا في النذر ولقد رامدوهم عن ضيبه فقمسنا أعلىهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآيات لا كلها ما أخذناهم أخذ عزيز مقتنف أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الكبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلاء مثعر يوم يسحبون في النار على وجونهم بوقوا بس تقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمونا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مبكير وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق من ذمليك مقتدر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواق من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وعدة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوقون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان توادى أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مبتقين على فرش بضاء وام استبرق وجنم الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يضمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان تأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبطر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجام وبست الجبال بسها فكانت هباء منبتام وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مغرونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزقون وفاكرة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور معين كأمثال مؤلؤ المكنون جزاءا بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفوش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبتارا جربا أدرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سنون وهمين قبل لني يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متوفين وكانوا يصرون على الإنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خيطناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قد دعنا بينكم الموت وما نحن في مسلوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلنون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فقلتم تفكهون إنا لمقرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه حجاجا فلولا تشربون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تبكرة ومتاعا للمقويم فسبح اسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النشون وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا ينسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم كينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولا تلا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترشعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من همين وتصرية جحيم إن هذا لهو حق يقين فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سوى على العرش يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرش فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بنيات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله لكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراد السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقويض الله قربا حسنا فيضاعفه له وله أجر كبير يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم شنات تجري من تحتها الأنهار خامدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نظرنا نغذر اسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فلتمسوا نورا فضرب بينهم بسوء له باب فاطره فيه الرحمة وطاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغذرتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فتية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاب وفكس المصير ألم يأمر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزن من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقزت قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها ودبينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرب الله قربا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كثروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل ضيف أعجب القفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وإضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجند عربها كعرب السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله بالفضل العظيم ما أصاب من مصيدة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نرىها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يؤك كل مفتاد فقور الذين يبغلون ويأمرون الناس بالفقل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا في القبيلات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومافع للناس ولعلن الله من ينصوه ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناهم الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية لتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتقاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله وفورا رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يضجرون على شيء من قبل الله وأن الفضل بيد الله يؤديه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سمع الله لمن حذر ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله الله أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرر رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم تعظوا به والله بما تعملون خبير أمن لم يجيب صياب شهر متتابعا من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع في طعام ستين مسكئنا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ويمتافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فقد أنسلنا آيات بجلات فإن كافرين عذاب مهيم يوم يبعده الله جميعا فينفعهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شنء شديد ألمت أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سالسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينفعهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شنء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن نجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوار ومعصية الرسول وإذا جاءوا فحيّوك بما لم يحيّك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذّلون الله بما يقول حسفهم جهنم يصرونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيكم فلا تتناجوا بالإثم والعدوار ومعصية الرسول وتناجوا بالدرء والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضوارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوا اشترهم مؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسكوا نفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانسزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا لاجيكم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقة بانت خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله رسول رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا رسولة والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحنقون على الكذب وهم يعلمون أعدى الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون افتقدوا أيمالهم جنة فقدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أرحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعدهم الله جميعا فيحذفون له كما يحذفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم بك الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحذون الله ورسوله أولئك في الأذنين كتب الله لأغلمن أنا ورسلي إن الله قويل عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحذون من حز الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبلاءهم أو إخوالهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وينخرهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها قضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كثروا من أهل الكتاب من ديائهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا ورنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأداهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبه والرعب يخربون بموتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولو ما أن كتم الله عليهم الجلال عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من نينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ونقذها الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليهم خير ولا لكاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل الكرى فلله وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين وبالسبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأولياء منكم وما آتاتوا الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتبوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديائهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا داعوا الإيمان من قبلهم يحبون منهاجا إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أدوا ومكثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فمن يوقش حرفته فأنايتهم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفرنا وإخوارنا الذين سمقونا بالإيبال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أغفر رحيم أمساء الذين لا بقولون لإخبارهم ولذين كثروا من أهل الكتاب لإن تخرجكم لا نخرجن معكم ولا نقيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتنكم لننصرنكم والله يشهد إنهم نكاذبون لإن تخرجون لا يخرجون معهم ولإن تخرجون لا ينصرونهم ولإن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون فأنتم أشد ربا في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم بما يفقبون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قم حصلة أو من وراء جنر فأسهم بينهم شديد نحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطاني قال إنسان فرف لما جفع قال إني بني منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذابت جدار الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تقنوا كالذين أرسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته طاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعنهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعنهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الميت القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما نشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الكسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوه وعدوكم أوليات تنقون إليهم بالمودة وقد تفروا بما جاءكم من الحق يخيرون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وفتغاء مرضاتي تسروا ليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعذنتم فمن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويمسقوا إليكم أيذنهم ألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحابكم ولا أولادكم لوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا فراء منكم ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وأبدا بيننا وبينكم العداوة والبضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أهلك لك من الله من شيء ربنا عليك توترنا وإليك ألبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة من الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم قسرة حسنة لمن كان يعد الله واليوم الآخر ومن يتولف إن الله هو الغري الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاجيتم منهم مودة والله قدير والله رفوع رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم نقاتلوكم في الدين ولم نخربوكم من ديائكم أن تبروهم وتقسدوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهات الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخيوكم من ديائكم وظاهروا وظاهروا على إخاركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرة فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن عنكمهن مؤمنات فترجعوهن إلى الكفار لا هن حلم لهم ولا هن حلمون لهم وأتوهن ما ألفقوا فلا ينفع عليكم أن تنفعوهن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما ألفقتم ومن يسألوا ما ألفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقلكم فأتوهن الذين ذهبت أزواجهم فأتوهن الذين ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا فاتقوا الله النبي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات نبارئنك على أن لا يشكر الله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتل أولادهن ولا يأتين بمهتان يخترينه بين أيديهن وأرجلهم ولا يأتين بمهتان يخترينه بين أيديهن وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايحن ولا يعصينك في معروف فبايحن واستغفر لهم الله إن الله وقوى الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما تتولى القوما رضي الله عليهم قد ييسوا من الآخرة كما ييسى الكفار من أزحام القبور سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون تبارغتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب النبي يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان ورصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله منكم صدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاه بالبي إذ قال هذا سح مبين ومن أظلم من الافترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الطارمين يريدون ليطفئوا نور الله بأسواههم والله مطم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسى رسوله بهدى وذير الحق مظهره على الذير كله ولو كره المشركون يا أيها من آمنوا هل أدلكم على تجارة تنفيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتناهلون في سبيل الله بأنواركم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأمهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها بصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصر الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائف كن من بني إسرائيل وكفر الطائف فأيدنا الذين آمنوا على علوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر سمع الله لمن حبده فلا ولك العام الله أكبر 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 سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله عبر الله ورحمة الله ورحمة الله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذك الله ودروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتروا من فضل الله وابكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو له من انقضوا إليها وتركوا تقائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير رازقين إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جمة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفضحون وإذا رأيتهم تعذبك أجسام وإن يقولوا تسمع لقولهم لأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوم رؤوسهم لوم رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خساكم السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون يرجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلنون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يقع البارك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأدي أحدكم الموت فيقول فيقول رب أولى أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير ولقى السماوات والأرض للأرض وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعملون فالله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا منه قبل فتاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأديهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغن الله والله غمي حميد ذعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم يتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خليل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التضاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيرة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله فإن توليتم فإننا على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله رفور رحيم إننا أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلقون إن تقيضوا الله قوضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعددهن وأحصل عده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا دوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بارق أمره وليجعل الله لكل شيء قدرا واللائي يأس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يتقن وأولاك الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمري يسرا ذلك أمر الله أنزله إليهم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن يتضيقوا عليهم وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن أملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أشورهن واتمروا بيكم بمعروف وإن تعاسرتم فستوضع له أخرى لينفق دوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يخلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسي يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نقرا فداقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا فلأنزل الله إليكم ذكرا رسولا يكنوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قابدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاق بكل شيء علما يا أيها النبي وإما تحرم ما أحل الله لك تلتغي مرضات أزواجك تلتغي مرضات أزواجك والله رفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ألمانكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم فإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرب بعضا وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا ولنبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صرت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وشدهي وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ضهي عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلما مسلمات مؤمنات قانتات كائبات عابدا عابدات سائحات فيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والتجارة عليها ملائكة قبار شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يغمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتبروا اليوم إنما تجزون ما كنتم أعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله قوبة نصوحا حسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحيها الأنار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي شاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخونتاهما فلم يقريا عنهما من الله شيئا وقيم دهل النار مع الداخلين فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب دنيا عندك بيتا في الجنة فنجني من فرعون وعمره ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت لكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله أكبر سمع الله لمن ثمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ام امنتم من في السماء اي نؤسن عليكم حاصبا بستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضوا ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بطير امن هذا الذي هو جند لكم يوصركم من كون الرحمن اذن كافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقه بل نجوا في عتب ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدا امن يمشي سويا على صراط سقيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة قليلا ما تشترون قل هو الذي ضارتم في الأرض وإليه كحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما نيو عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما أهدوا فتنسين وجوه الذين كفروا وقل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وبدو ماي أرحبنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فإن يأتيكم بماء مرين نود والقلب وما يسطرون ما أنت بنجمة ربك بمجنون وإن لك أجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فسترصر ويبصرون بأيكم المفترون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل وهو أعلم من مهتدين فلا تطير المكتبين وكتوا أو تذهن فيلجنون ولا تقع كل حلاف مهيم أماز مشاء بنبيه من ناع للخير يعتين أثيم بطل بعد ذلك سليم أن كان بمال وفين إذا تتنى عليه آياتنا قال أساقير الأولين سلسنه على الفرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمونها مصرحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبح التصريم فتنادوا مصرحين أمغنوا على حرفكم إن كنتم صارمين أو قلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم نسين قادوا على حرج قادرين فلما رأوها قروا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أساقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان رفنا إنا كنا ضارمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاون قالوا يا ويننا إنا كنا ضارمين عسى رفنا أن يبدننا خيرا منها إنا إلى رفنا غاربون كذلك العذاب ولعذاب الآثرة أكبر لو كانوا يعلمون إن لنتقل من ضعفهم جنات النعيم أفنجع المسلمين كلمين ما لكم أي فتحكمون أم لكم هتاب فيه تبغسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بارغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا طارقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشرة أبصرهم فرهقهم ذلة فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فدعني ومن يكذب بهذا الحديد سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأم لي لهم إن كيري متين أم تسألهم أجرن فهم من مغرم مفقلون أم عنده الغيب فهم يكتبون فاصلق شخم ربك ولا تكن كصاح بالحوت إذ نادى وهو مكتبون لولا أن تداركه نحلة من ربه لنبدأ بالعراء وهو مكتبون فاجتباه عنه فجعله من الصالحين وإن يتاب الذي يكفأوا لا يزلقونك بأمطارهم لما سمعوا الفكر ويقولون إنه لبجنون وما هو إلا بكر للعالمين الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذبت تمود عاد بالقارعة أما تمود فأهلكوا بالطالية وأما عاد فأهلكوا بريد صرصي عاتية سخرها عليهم سمع ليال وثمانية أيام كسوما فترى القوم فيها طرعا كأنهم أعجاب نخل قاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتبتات في القاطعة فعصوا رسول ربهم فأخذهم بخذة رابعة إنا لهم أقضى ما أحملناكم في الكارية لنجعلها لكم تذكرة وتغيها مذن واعية فإذا نفق في الصور لفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا لفقة واحدة فيوميذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يوميذ واهية والماء على أرجائها ويحمل أرش عبدك فوقهم يوميذ جمالية يوميذ تعرضون لا تخفى منكم خافية أما من أوتي كتابه بيمينه فيقولوا ها قم قرروا كتابها إني ظلنت أني ملاقين كسابها فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دارية كنوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام القانية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليت لي لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليت ما كانت القاضية ما أغلى عني مالية هدك عني سلطانية خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سرسلة فرعها سمعوا ذراعا فاسلقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هام لا حميم ولا طعام إلا من رسمين لا يأكله إلا الخاطرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لا خذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق لقيم فسفح باسم ربك العظيم سأل سائل بعضا من واقع للكافرين ليس له دافع إلى الله للبعائج تعوج الولائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة اصفر خمرا جميلا إنهم يرونه مليلا ونواه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون اللباب كالعه ولا يسأل حميم حبيما يبصرونهم يود المجرم لو يفترهم ماذا بيوم إذن بمني وصاحبته وأخيه وفصيلته الذي تغيه ومن في الأرض جميعا ثم ينبيه كلا إنها لغا تزاعة للشوا تدعو من أدبع وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق فروعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصنين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق مرمون في السائر والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب عظمهم مشفقون إن عذاب عظمهم بأنر مأمون والذين هم لفعوجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملتت أموالهم فإنهم غير مرومين فمن ابتقى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمالاتهم وعهدهم باعون والذين هم لشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم محاكدون أولئك في جنات مكرمون فما للنبيلة فأوقب لك مهطين عن النبيل وعن الشمال الثين أيطمع كل منهم من يدخل جنة عين كما إنا خلقناهم مما يعملون ولا أقسم برب المشارق والمغارب إنا مقادرون على أن نبثن خيرا منهم وما نحن بمسقوقين كدرهم يفوضوا ويلعبوا حتى يلاكوا يومهم الذي يوعدون يوم يفوضون من الأجداب سراعا كأنهم إلى نصر يوطبون خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون إنا أرسلنا لوحا إلى قومه أن نذب القوم تبعوا قبل أن يأتيهم مذاب أليم قال يا قوم ليكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويبخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤثر لو كنتم تقلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ولهارا فلم يزلهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا في آبهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرا فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماوات على لكم درا ويمتلكم لأموال مبنة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا با لكم لا ترجون إلا نوطارا وقد خلقكم أطوارا هلم تغفر فخلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبدكم من الضرب نباتا ثم يعيدكم فيها ويخيكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلقوا منا سبلا فجاجا قال نوحا رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذروا ناليةكم ولا تذروا نودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق والسرى وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا إما قطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوحا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذروا يضلوا عبادة ولا يروا إلا فاجرا كثارا رب اغفرني ولوالدي ولمن ذقى بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تذر الظالمين إلا تذروا الله أكبر سبع الله لمن حمده سبع الله لمن حمده سبع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر سبع الله لمن حمده سبع الله لمن حمده سبع الله لمن حمده سبع الله لمن حمده مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بير المغضوب عليهم ولقالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل كوحي إلي أن نستمع لفهم من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجل فآمنا به ولم نشرك في ربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا مكفل صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سبيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزابهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وجهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائق قددا وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يطاف بخسا ولا رهقا وأننا منا المسلمون ومنا القاسقون فمن أسلم فأولئك تحروا أشادا وأن القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلحه عذابا فعدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه ببدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضررا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولم أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته فمن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم طالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلنون من أقعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقعب ما توعدون أم يجعلنه ربي أمدا حالم الغيب فلا يقهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبنه رسالات ربهم وأحاق بما لديهم وأحصى كل شيء عادادا يا أيها المزملكم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوثد عليه ورتل القرآن تغتيلا إنا سنلقي عليك قولا تقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا قويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخده وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا ودغني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا قصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدى نشيبا السماء من قطع به كان وعده مفعولا إن هذه تلكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي ليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يخذر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من الكرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض لبتغون من قبل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله أقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المذذر قم فأنذر وربك فكذر وفيابك فقهر والوجز فهجر ولا تمن تستكفر ولربك فاصفر فإذا نقر في النابور فذلك يومئذ يوم عسي على الكافرين غير يسير درمي ومن خلقت وعيدا واجعلت له مالا مندودا وبنين جهودا ونهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلام إنه كان لآياتنا عريدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سطر وما أدواك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب الناي إلا ملابكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون بل يقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يبين الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبع إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جناد يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن غيم المسكين وكنا نخوب مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فأنهم حمر مستنفرة قروت من قسورة بل يريد كل بئن منهم أن يقتاص حفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن يشاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسن الإنسان أن لن نجمع عظامه فلا قابرين على أن نسوي بنانه فليويد الإنسان ليفجو أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق القصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المطر إلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معابيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتذع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتفرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة فظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت القراغي وقيل من راق وظن أنه الفراغ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهلية مطرى أولانك فأولى ثم أولانك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مريه يمنا ثم كان عاقة فخلق فسوا فجعل منه الثوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هل أتى على الإنسان حين من التهل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطبة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شافرا وإما كفورا إنا أعتدنا للآفرين سلاسل وأغلا وسعيرا إن الأبرار يشرفون من كأس كان نزاجها تافورا عينا يشرف بها عباد الله يفجعونها تفجيرا يوفون بالنبي ويخافون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صدروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ونازا هريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تبليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت خواريرا خوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كهسا كان نزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسليلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم أسرتهم لغلؤا منثورا وإذا رأيت تم رأيت نعيما وملكا كبيرا آليهم ثياب سنتس قضر وإستبرق وكل أساور من فضة وسطاهم ربهم شرابا طورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا واسقر لحكم ربك ولا تطع منهم آثنا أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجدنه وسدحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويبرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا ببتلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تلكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحنته والظالمين أعد لهم عبابا أليما والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالناشرات نشرا فالفارضات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو مجرا إنما دوعدون واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرشت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم القصل وما أدرات ما يوم القصل ويل يومئذ المكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقهم مما إن مهيم فجعلناه في خرار مكيم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض فات أحياء وأمواتا وفعلنا فيها روافع شامغات وأسقيناكم ما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل بثلاث شعب لا ظليل ولا يؤني من اللهب إنها تغني بشري كالقصر فأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم القصر جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في غلال وعيون وفواتها مما يشفهون كنوا واشربوا هميئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مشرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا غيلهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر سنع الله لمن خمده طبنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله فالسلام عليكم ورحمة الله فالسلام عليكم ورحمة الله 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 أما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كالناس يعملون ثم كالناس يعملون ألم نجعل الأرض بهادا والجبال أتادا وخلقناكم فزواجا وجعلنا نوبكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المخصرة من تجاجا لنخرج به حبا ولباة وجنات ألفافا إن يوم البصل كان لقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أكواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسهرت الكبال فكانت ثرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لارثين فيها أحقابا لا يتوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حبيما ورساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كتابا وكل شيء بحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاسا حدارق وأعنابا وكواعبا وكأسا بها قبل لا يسمعون فيها لغا ولا شدابا جزاء من رب تعطاء عسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه في طعبا يوم يقول روح والملائكة طفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى رفيه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قيبا يوم ينظر المرض ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ميتني كنت ترابا والنازرات غرقا والناشطات لشقا والسابعات سبقا فالسابقات سبقا فالمنبرات أهرار يوم تغيط الراجبة تتبعها الراجبة قلوب يومين مواجبة أبصارها خاشعة يقولون أننا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم الساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوالي قد سقها اذهب إلى فرعون إنه طرى فقل هل لك يا أنت بكى وأهديك إلى عربك فتخشى فأراه الآية السبرا فكذب وعصا ثم أجبر يسعى فحشر فلادى فقال أنا ربكم الأعنا فأقدم الله لكان الآخرة والأولى إن في ذلك لغة لمن يحشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها وفع سمكها فسواها وأرقش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعابكم فإذا جاءت الطامة القبار يوم يتذكر الإنسان باسعى وبطرزة الجليل لمن يرى فأما من وقرى وآثر الحياة الدنيا فإن الجعيم هي المأوى وأما من خاف مقاب ربه ونهنت سعى الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة ليلان مرساها فيما أنت من بكرها إلى أربك منتفاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنه يوم يعونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله نزكى أو نذكر فتنفعه الذكرا أما من استغناف أنت له تطبى وما عليك أن لا يزكى أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلها كلا إنها تذكرة فمن شاء نفره في صحف مكرمة مرفوعة مظهرة بأيدي سفرة كرام بررة قطل الإنسان ما أكبره من أي شيء خلقه من نطبة خلقه فقدره ثم السبيل ينسعه ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أن شره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنى صبرنا الماء صبا ثم شقرنا الأرض شقر فانبتنا فيها حفا وعلما وقربا وزيتون ونخلا وحدائق قربا وفاكية وعبا متاعا لكم ولأمعابكم فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ظاكرة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غضرة أرهقها قطرة أولئك هم الكثرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس طورت وإذا النجوم تدرت وإذا الجبال سلعت وإذا البشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سلت وإذا النقوس زوجت وإذا الموغونة سلت لأيذن ذن قتلت وإذا الصحب نشرت وإذا السماء تشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أسلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوائر تنس والليل إذا عسعس والصبخ إذا تنفس إنه لقول رسول كريم بقوة عند العرش مكين مطار ثمامين فما صاحبكم بمجنون ولقد رآه من أفق المبين وما هو على الغيب بضمين وما هو بقول شيطان ربيم فأين تذهبون إنه إلا بثر للعالمين لمن شاء منكم أن نستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء فقرت وإذا الكواتم انتثرت وإذا البحار فدرت وإذا القبور فدرت علمت لك ثم ما قدمت وآقرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك تسواك فعدلك في أي صورة ما شارك بك كلا من تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كافرين يعلمون ما تفعلون إن الأمر لفي نظيم فإن الفتار لفي جثيم أصدعونها يوم الدين وما هم عدماء بقائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن لله بسم الله الرحمن الرحيم وإذن للمطففين الذين يتكتنوا على الناس يستوفون فإذا كانوهم أوزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم عظيم يوم يقوم الناس لعب العالمين كلا إن كتاب الكائن في ستين وما أدراك ما ستين كتاب مرقوم ويل يوم إذن للمكذبين الذين يكذبون اليوم الدين وما يكذب به إلا كل أعتدد تكين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل قال على قلوبهم ما كانوا يكذبون كلا إنهم ربهم يومين محجوبون ثم إنهم لطالوا تكين ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأذرار في عمين وما أدراك ما عمليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأذرار في نظيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجودهم نظرة النظيم يسحون من رحيق مختوم كتابه مسك وفي ذلك فليتلافس المتلافسون وبزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون إن الذين لا يرموا كانوا من الذين آمنوا يغفكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظلون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل تورب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض ردت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إن تكارح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيميره فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو تبورا ويصنى سبيرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن يحور بلى إن عبه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسقه والقمر إذا التسقه لتركبن طبقا عن طبقه فما لهم لا يؤمنون وإلى أقرأ عليه والقرآن لا يسجدون الله أكبر فإن الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مبنون بسم الله الرحمن الرحيم السماء ذات القرود واليوم المعود وشاهد ومشهود قد أصحاب المحدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قرود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقروا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز حميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوقوا فلهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جهنات تجري تحتها الأنار ذلك الفوز الشديد إن بغش ربك لشديد إنه هو يدرئ ويعيد وهو الغفور ودولة العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فهي نذرة بوثي تكذيف والله من وراءهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء مطائق وما أدرك مطائق النجم الثاقب إن كل نفس لما عادها حافظ فاليوض الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق اخرج من بين الصلب والترائد إنه على أرجعي لقادر يومك من السرائر فما له من طوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والقرب ذات الصدع إنه لقول قصر وما هو بالهزي إنهم يكيلون كيدا وهكيل كيدا فمهر الكافرين أنهيهم ويدا سبح اسمعوا في الأعلى الذي خلق فزواه الذي قد رفلها والنبي أخرج المرحى فجعله رثاء أحوى سنقير كفا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للمسرى فذكر إن نبعك البكرة سيتلكر من يخشى ويتجنبها الأشقى النبي يطل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسمعوا به فصلا فلتغفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وعبقى إن هذا في الصحة الأولى صحف إباهيم وموسى ألتاك حديث غاشية أجوه يومين قاشعة عاملة ناصمة أصلاة وانحامية تسقى من عين آلية ليس له قعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يومين ناعمة لسعرها راضية في جنة عالية لا تسمر فيها ناغية فيها عين جارية فيها صور مرفوعة وأكواب موضوعة ولمارق مصوبة وزرابي ممتوفة أبا ينظرون إلى الإنر كيف خرقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبار كيف نصبت وإلى الأرض كيف سقحت فذكر إنما أنت مذكب لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليال العشر والشفع والوكر والليل إذا يسر ألفي ذلك قسم النذيحي ألم تركي أفعل ربك بعاد رمضات العماد التي لم يخلق مثلما في البلاد وثمود الذي جاء الصفر بالواد ففتبعون الأوتاد الذين قروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد أصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك أفر مرصاد أما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا فلا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما ألا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والماء صفا صفا وجيد يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن ألم الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وتاقب أحد يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي لنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسن أن يغذر عليه أحد يقول أهلتك ما لم نبدا أيحسن أن نمره أحد ألم نجعل له عينين ورسالا وشفتين وهديناه النجدين فلقتها من عقبة وما أدرات من عقبة بك رقبة أو إطعام في يوم في مسربة يتيما دا مقربة أو مسكينا دا مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتي هم أصحاب المشحمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسباء وما بناها والأرض وما طحاها فنفسهم ما سواها فأنهمها كجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاض من دساها كدمت تمود بطوها لذين بعد أشقها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمت ما عليهم وربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا قباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا وما خلق الزفر والألتا إن سعيكم لشتا أما من أعقى واتقى وصدق بالحسنى فسنسره للعسرى وأما من بخل واسرنا وكذب بالحسنى فسنسره للعسرى وما يؤني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآفرة والهونا فأنذرتكم نارا تنضى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأطفى الذي يغطي ما له يتزكى وما لحن عنده من نجمة تجزى إلا بفقاء وجه ربهم أعنا ولسه فيرضى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الله أكبر المترجم للقناة 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 المترجم للقناة